بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة الفيفا بين خطابات الإشادة والإقاف كل الحكاية إبراهيم أهلا بك أبا شواندس أهلا بك أعزائي مشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس حلقة النهاردة من ملك وكتابة رقمها تمنمية واحد وتمانين وفيها بالفعل زي ما المهندس عادل أشار الأهلي بيتلقى تهنئة من إنفنتينو شوفها يا سيد أهلا براهيم حط الأمور ورتبها جنب بعضها توصل للمشهد والصورة المتكملة لماذا الأهلي يسير ولا يلتفت إلى محاولات الفقاقية التي كل شو واحد ينفق كده تخرج بعض الفقاعات اللي تهاجم الأهلي بلا مبرر وعلى غير أساس لمجرد تشويه الصورة وفي الآخر بيشوهوش لأنفسهم ومنطقهم لأن الدنيا أصبحت على دراية الإشادة بما يفعله الأهلي الإشادة بما يصل إليه الأهلي الإشادة باحترافية الأهلي الإشادة كما سيأتي في خطاب إنفنتينو بعد قليل وعلى المقابل خطابات الإقافات نتيجة عدم اتباع السلامة المالية الشفافية المالية ولا إقافات للمستعقات هذه القصة بتترجم تكمن الفوارق تكمن الحكاية تكمن تفاصيل الأمر كله فلا يعنينا أن يخرجوا ببعض وهاجم الأهلي بس أن يصل الأمر أن المتحدث الرسمي باسم نادي بعينه يخصص برنامجه مش في قناة النادي بتاعته لأ ده في قناة أخرى يعمل بها أنت تتكلم على أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزوالي يعني تخصص حلقة عشان تجيب واحد يسيق للنادي الأهلي وتسأله الأسئلة طب أنت متحدث رسمي عن الزمالك هل من صميم عملك الإساءة للأهلي ولا ده أصبح جزء من منهجك أنا تبيعته عبر سنوات ما شفتش منه مرة حاجة زى كده أما وأنه قد أصبح مسؤولا رسميا فمش من حق الخصص من يمجه في قناة هذه مسؤولية إذا كنت ترى أن دورك ستكتفي لا تجد ما تقوله إلى الإساءة للأهلي يبقى تعالى جنب إخواتك طيب لغاية لما يجي جنب إخواته خلينا أقول لجمهير النادي الأهلي أنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفنتينو بيرسل برقية للكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتهنئة الشخصية عن إحراز الأهلي للميدالية البرونزية في بطولة كأس العلم للأنديا التي جرت فعالياته مؤخرا في السعودية قال الإنفنتينو أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم وكل هذا يبشر بما هو قادم ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب تمنى إنفنتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي الأهلي والمنظومة كاملة وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب ده تقديرا وتثمينا لإنجاز النادي الأهلي في كأس العالم للأنديا وإشادة من رئيس الفيفا للكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي المعنى أن يجد هذا خطاب شخصي ليس خطاب من الفيفا بمناسبة مش بروتوكول ولا يعلق على حدث ولا يعلق على نمأ خطاب شخصي وإن تأتي كل جملة فيه وكأنها رسالة هنقوه على ما يصل أي من تحقيق نتائج نتيجة الاحترافية نتيجة العناية بالتفاصيل نتيجة الدقة نتيجة الشغف نتيجة الطموع نتيجة أنك عايز توصل بناديك إلى أي مدى وتكون المحاصلة أنك شرفت أفريقيا وشرفت نفسك لماذا لا ترون الأهلي هكذا كما يراهي العالم إيه النظارة اللي أنتو لابسيها لابسينا مش أقلبها الأمور واخد بالك إيه إذا كنا فيه ناس ماشي على إيدها ومتقال لها العالم مقلوب ما هو الديني عقلك إنت إيه اللي بيوصل إن الناس تهاجم هذا النجاح إحنا محدش طلع عائركم يعني أنا أتحدث عن الإعلام المنضابط الرسمي أتحدث عن مواقف الرسمية لندي الآن محدش جاب سيرتكو في حاجة وقلنا بداية جديدة وقلنا عهد جديد هنشغل كل إمرئن كل إمرئن أيها بنفسه أيها عن الآخر أنا عندي شؤوني نتابع ما يفعله هذا المجلس مجلس الزمالك من مجود كبير جدا لحال مشاكل وتركمات تقيلة تقيلة ينجح في معظمها ويعني في سبيل نتمنى لهم التوفيق لكن أنت نشغلوا يبقى حتى من لهم مناصب رسمية وحتى عدوا مجلس إدارة يطلع برضو في أحد البرامد برضو يلاسن عن نادي الآهل ولا عن نادي الآهل ما ينفعش ما تضطروناش يعني وبعدين في الآخر يقولك تراشق تراشق إيه أنت ماسك درقة بتعمل به كده دلوقتي فيش تراشق ولا حاجة إحنا لعزين نتراشق إحنا عزين نقول للنادي الآهل يمشي إزاي صح منشغلين نبني مش عزين حد يعطلنا طيب و يعني أتمنى أن الأمور دي توقف وإن كفاية النماذج اللي أنتو مرحلة انتهت ما نعودش نجيب النماذج اللي بنطلحك كل رأس مالها أنت سب النادي الآهلي وفقط تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة لكن خلينا نقولكو أبرز ما فيها من عنوين كان في قبضة ملوك الزمان وسام على صدر فخر الأمة سيادة الوزير ما هكذا تورد الإبل واعترافات ما بعد التحول والإبن الأصيل شكراً والحق ما شاهد به المحترم طولان وأخيراً عشور وابتدى المشوار طيب طمناكو الحلقة اللي فاتت على حسم الأهل صفقة وسام أبو علي الفلسطيني وفيها تفاصيل النهاردة لكن قل ليه يعني الجدل دلوقتي بعد ما الناس خلصت من موضوع وسام والطمينة والحياة التقديمة الهائلة والراعة اللي هتشوفوها بعد شوية بدأت الانشغالات كلها عمر خلص ولا لا أبتكلم على عمر كمال عبد الوحل بداية إذا تحدثت عن هذا الأمر أقدر أتحدث عن شيء مؤكد جداً هذا الأمر يأتي ثمرة لعلاقة محترمة جداً بدأت بإحترام وحب متبادل الحقيقة لازم أن أنا أشيد جداً بالدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودر فيوتشر يعني صعب في التفاوض عايز مصلحة نادي ده طبعاً مؤكد جداً ولكن بيتحرك في إطار مصلحة نادي من منظور احترامه الكامل للنادي الأهلي وحرصه أن تكون هذه بداية لمشوار ناجح جداً بين الناديين طيب هنيجي أكيد لتفاصيل عمر كمال عبد الوحل بعد شوية لكن وسام على صدر فخر الأمة خلينا نقول أنه إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع وسام الفلسطيني وسام أبو علي كانت صفقة مهمة جداً وقضية قوية شوية أنت تتحدث عن الصفقة ولا عن التقديم ولا عن معنى الأمور وربطها ببعض طيب الأول نشوفه في التقديم لأنه التقديم الحقيقة بهني كل واحد شارك في فكرته لأنه كمان كانت رسالة في هذا التوقيت مهمة جداً جداً عن فخر الأمة عن النادي الأهلي وعن غزة الصامدة اللي بندعولها يا رب بمزيد من السمود والصبر والنصر بإذن الله نشوف تقديم النادي الأهلي للعبه الفلسطيني وسام أبو علي النهاردة اخوتي وأخوات الكرام يعطيكم العافية الحياة لم ولن تتوقف هنا من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم الفلسطيني وسام أبو علي يبتدي قميص ناد القرن صاحب المكان الكبير في قلوبنا نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري كل التحية خلوا المعنويات عالية وسام أهلا أولا 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 تقديمة لها معنى ماهش صعبة من ناحية الفنية في تقديمة لكنها عميقة المغزى ومهمة جدا وفيها ربط رائع وعبقاري بالحدث وبممكن تدعياته في تلخيص عبقاري للمشهد الراهن على المشهد العالمي لأهم حاجة العالم أشهده النهاردة هذه المعاناة التي أشهدها أهلينا في غزة وفلسطين نتيجة اعتداء جائر وظالم التفاصيل كل كل لقطة فيها رسالة فالحقيقة جاء يعني تقدمة جميلة ومعبرة وهائلة وأصبح الناس يتصبرهم دلوقتي بعدما شافوا ريدا سليم بعدما شافوا مودس وبدلوقتي أصبحوا بيترقبوا التقديمة التقديمة لأن فيها فيها عمق كلها كلها مش متشابهة كلها فيها عمق فيها جمال فيها شرح وافي للنادي الآلي وفكره فيها رسالة وفيها رسالة عن مغزة أعمق أو من مجرد أنك صفقة بتلعب وحتجيد بإذن الله أو يعني بإذن الله يعني تعطي المرضود منها وهن كل من هم وراء هذا العمل يعني طيب لالي أعلن التعاقد مع وسام أبو علي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم علاقة إن شاء الله تعالى تكون مسمرة جدا ويكون وسام أبو علي اللي شارك النهاردة في المران بتاع النادي الآلي في ملعب مختار تيتش هو الفلسطيني السادس في ارتداء الفن الله الحمراء بعد مران كان فاني حارس المرمى الشهير وفؤاد أبو غيدة المدافع وإبراهيم المغربي وفيصل بيبي وكلهم لعبوا للأهلي في الستينيات رمز صالح في عام 2008 حارس مرمى النادي الآلي بجانب من الناشئين كان موجود عماد أيوب ومحمد سمارة في قطاع الناشئين ولم يشارك مع الرئي الأول ومحمود السلمي اللي انضم فعليا ولم يشارك رسميا وسام أبو علي من موليد 4 يناير 1999 هنا مع أمير توفي مهندس هذه الصفقة ولد وسام في مدينة البورج الدنماركية بيلعب في مركزي رأس الحرب والجناح الأيصر طوله 187 سنتيمتر خاض في مسير تبو الملاعب 176 مباراة سجل فيهم 73 هدف وشارك في 14 تمرير حاسمة في آخر 16 مباراة شارك فيها مع فريقه سيريس السويدي سجل 10 أهداف في 16 مباراة أخيرة له بدأ وسام أبو علي مع فريق البرج الدنماركي سنة 2016 انتقل لصفوف نادي ثن سيسل ومنه إلى صفوف نادي سيل بيرج وأخيرا إلى سيريس في العام الماضي شارك مع منتخب الدنماركي للناشئين في 8 مبريات في أعمار 17 و18 و19 سنة ولما تعاقد معها النادي الآلي طبعا استكمل أوراقه الرسمية بالحصول على جواز سفر فلسطيني نظرا لأنه فلسطيني ابن فلسطيني معها الأوراق الرسمية اللي كفلت لمسؤولي النادي الآلي استخراج البصبور الرسمي له من رمالة صفقة فلسطينية في توقيت مهم جدا طبعا يعني على المستوى الفني ننظر لها أنها صفقة فنية على المستوى كمان أنها تكون فلسطينية نتمنى لها التوفيق لأنه سيبقى سفير الكرة الفلسطينية الجديد في النادي الآلي نتمنى أن يلقى نفس نجاح أبو غيدة ومروان ومن سبقوه ويحقق اللمعة 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 اللي تخلي الناس برضو تشوف أن لا ده القوى نعم الفلسطينية متواجدة يعني أنتما تشوف فنون الفلسطينية عالية جدا أنا الأوان برضو أن الكرة تتواجع على الساحة الإقليمية والدولية من خلال نادي الآلي ده كلام مهم جدا طيب التعاقد مع وسام العيد وثام أبو علي الصحف السويدي ماركوس ليدنبرجس الزميل كريم رمزي في برنامجه في القناة الأولى سأل ماركوس الصحف السويدي عن ظروف وثام أبو علي وصفقة انتقاله للنادي الأهلي نشوف ماركوس لندرجس ده صحفي سويدي وكان من أكتر الناس اللي بتتابع صفقة وثام أبو علي للنادي الأهلي وكتب كثير الكواليس في هذه الصفقة نسأله أكتر عن كواليس إتمام الصفقة للنادي الأهلي أعتقد أن صفقة انتقال وسام هي صفقة جيدة هو لاعب رائع يستطيع أن يقوم بالكثير من المهام في الملعب هو رأس حربة ممتاز قادر على إحراز العديد من الأهداف من كل الزوايا كما رأيتم يتمتع بقوة هائلة لعيب سريع وقوي فبالتالي أعتقد أنها صفقة جيدة بسبب أنه قد أحرز بالفعل العديد من الأهداف من العندية السابقة أعتقد أن أسلوب لعب وسام مناسب جدا لذلك أعتقد أنه سيكون إضافة ونجاح كبير لنادي الأهلي طيب كلام كتير اتنشر الفترة اللي فاتت أنه اللاعب يعاني من مشكلة في القلب بسبب حدثة حصلت له في أحدى المباريات في الدوري الدنماركي سابقا هل اللاعب تعرض لأي مشكلة في السويد خلال فترة لعبه مع نادي السيريوس هل اللاعب بحسب معلوماتك عنده أي مشكلة في القلب نعم ولكن ولكن كان هذا قبل مرحلة السويد كان منذ عاما منذ عام تقريبا أعتقد أنه أتى أتى بشكل سليم لعب ستة عشر مباراة أحرز عشرة أهداف أدى أداء مذهلا فبالتالي لا أعتقد لا أعتقد أنها يعاني من أي مشكلة كان هذا أمر قديم أنا متأكد من ذلك طبعا يعني يعني كون الإعلام السويدي يعني يشيد بالصفقة وهما مطبيعينه أكتر مننا يعني وبرضو تحدث عن الإشاعات اللي حبل بعض برضو يضرب الصفقة في ويسممها بهذه الأخبار وقال أن الكلام ده قديم وأنه شافيه تماما ولعب عديا وزاد تقلقه بس أنا عايز أأكد معلومة مهمة جدا برضو فزيز صفقة من ضمن المزايا والمرونة نتيجة حرص اللعب على النوج النادي الأهلي إنها مشي بتقسيط مريح جدا عن نادي الأهلي حوالي ثلاث سنين على ثلاث سنين للنادي السويد وده يعني معناها إنها نفسها هادي إحنا عايزين بس يعني بحزن شوية في حتة الليل إشادة بالمستوات الفنية مش عايز يعني عايز كل حاجة تاخد سياقها والناس واحدة واحدة قناعتها تتبيني بالنجاح اللي حيقدمه بإذن الله إذن في الصفقة دي ثلاث نقاط بارزة جدا الأهلي كان حريص عليهم وجنة ثمرة الأخيرة كان حريص على الاطمئنان على صحة اللاعب وسلامته مية في المية أمير توفيه لو تفتكروا لما اتكلم معنا الحلقة اللي فاتت من السويد قال لك تأكدت من كل الفحوصات الطبية والتقرير الطبي الخاص به من النادي بتاعه رقم اثنين لما نزل هنا أمير عنده تعليمة ثابتة من الكابت الخطيف في كل الصفقات اللي فاتت إنه ما في عقد يتفعل إلا بعد الإطمئنان الكافي والتام على الفحوصات الطبية الدقيقة عشان كده خضع وسام أبو علي لفحص الطبي دقيق من كافة الاستشاريين المختصين في كل التخصصات اللي أثبتت سلامته التامة عشان كده تم تفعيل العقد النقطة التالتة النقطة الاقتصادية أو المادية اللي المهندس عادل أشار إليها اللي بعد كل الاتصالات اللي طولت مع الجانب السويدي تم الاتفاق على قيمة الصفقة هي على فكرة أقل بكتير جدا مما يتردد في وسائل الإعلام بس الجانب اللي مريح جدا إن الصفقة قيمتها تسدد على ثلاث سنين وده شيء مريح شوية أو كتير للنادي شبه أستاذ إبراهيم يعني الموضوع بتاع الكشف الطبي تذكر إن جه اللعيب عندنا اسمه يعقوبه وكان اللعيب كويس جدا و الكشف الطبي المتكرر قال إن عنده إصابة لم تعلج بيلعب عليها وهو بعد كده راح للصين وتقلق بيها ولكن على رأي الدكتور محمد شاوئي قال مين اللي كان يقدر يأخذ على مسؤوليته إن يعرف إن في إصابة لم تعلج ويمرر اللعب طبي كويس فهكذا يكون الحرص على سلامة السقق طبية دي نقطة مهمة جدا ربما كان من الأمانة المهنية إن أنا هنا أنقلكو تفسير الدكتور أحمد أبو عبلا طبيب لأهل وقتها اللي عمل الكشف الطبي على عقوبه لأن بسمع كتير في البرامج كلام فيه شيء من الإدانة لأحمد أبو عبلا قديك مشيت اللاعب وهو راح تقلق في الصين قال لي كانت بالنسبة لي الأشعة والفحص واضح جدا بالنسبة للمرض اللي عنده عرض الأمر على الدكتور محمد شوقي فكان رأيه الاستعانة برأي آخر لأحد المختصين الكبار كان رأيه مؤكد لرأي الدكتور أحمد أبو عبلا فخلاص أنت مش هتقدر تقدم على حاجة زي كده كون أن اللاعب ينتقل لأحد الأندية الصينية على فكرة هو انتقل إعارة مش بيع يعني الصيني هو حر في تقدير الموقف بالنسبة لي وإحنا على فكرة عرضنا أنه يجي عارب نيتي البيع رفض النادي بالضبط كابت الخطيب عرض ساعتها أنه يتم استعارة يعقوبه لمدة سنة اللي اطمئنان عليه الناديه رفض وكان عايز يبيع بأي شكل لكن الجزء الطبي الأمانة المهنية تقتضي أنه نقول رأي الدكتور أحمد أبو عبلا تم تأكيده برأي أحد الكبار المختصين اللي لجأ لهم الدكتور محمد شوي عضو مجلس الإدارة المشرف على الملف الطبي في النادي عشان كده أعتقد وسامة أبو علي بعد الاطمئنان على سلامة أوراقه الرسمية كفلسطيني بالباسبور والمستخرج من رمالة واللي تم إرساله للاتحاد الكرة وتم اعتماده قبل إبرام الصفقة عشان كده يمكن أمير توفيق قال المرة اللي فاتت أن الأمور مرت بكتير من التفاصيل اللي كان مهم الاطمئنان عليها قبل ما أنت تدخل في الديل النهائي مع النادي السويدي ثم كانت تقسيط على ثلاث سنين مسألة راحة كبيرة لخزينة النادي الآلي للوفاء بالتزاماته في الفترة الجاية إن شاء الله طب الرأي الفني بقى أعتقد لا يفتو الشيخ طاه اسماعيل في المدينة نشوفه ما يخص فن موسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد يعني يعني أنا ما أقدر شاهكم من التزاميلات لكن يعني الكلام اللي بتقال بتقال عليه أولا شكله أنا شايف شكله سليم كده يعني من ناحية الجسم مهم جدا الرشاقة وخفة الحركة الموجودة في المهاجم فأنا شايف إنه هو ممكن ينفيذ النادي الأهلي الشكل كويس النادي الأهلي الحتة دي دي اللي نقصع إحنا بنخلع فرص كثيرة جدا من اللي اللي بيخلع فرص كثيرة في المبارات لكن المردود في التهديف أقل كتير جدا وفي كثير من أحيان ممكن اللي بيسجله على الأطراف يعني ما عندناش حد في العمق بيسجل كلم موجود بالكأطرابة برضو كان بيقاد بشكل كويس برضو لكن أعتقد لو ده يعني مهاجم بالمواصفات المعمولة له عليه أعتقد إذا أكسب للنادي الأهلي كليل جدا إن شاء الله أنا وافق دكتور طهام من البدري يعني من المبكر إنك تحكم عليه فنيا بشكل حاسم ولكن أنت بتشوف تحركاته قفزته طريقة التعامل مع الكرة ضربات الرأس الرشاقة زي ما بيقول السرعات في الموقف واحد مع واحد بتدي لك دلائل بتقول لعيب صغير في السن ليغطوا سرعاته كويسة معقولة وعنده الرشاقة وعنده الحسن في التعامل مع الكرة حيوفق إزاي يا رب يوفق يا رب يوفق ويا رب نكون هديين شوية لأنه رفع سقف الطموحات يا جماعة والتوقعات بتبقوا متخيلين إن في ناس هتفضل مسكة لللاعب الجديد أو أي لعب جديد في الآله مسكله على الباص لو كرة واحدة هيبدأ التقييم خليه يدخل في الفريب هدوء أعتقد دخل النهاردة في التمرين وأول تمرين للنادي الآهل النهاردة بعد العودة من الأجازة وبعد وصول مستر مارسل كولر نشوف زميلنا كريم أحمد موفد قناة الآلي إلى ملعب مختار التيتش اللي حضر التمرين وحيقول لنا كل التفاصيل اللي حصلت النهاردة كريم مساء الخير تحياتي وتحيات المهندس عدلي كل التحية طبعا إليكو بشمانس عدلي أستاذ إبراهيم وكل التحية الجمهورنا العظيم جمهوري للنادي الآهلي بالتأكيد طبعا يعني نقول العودة من جديد بقى للتدريبات بعد 14 يوم أو أسبوعين راحة كان لابد طبعا تكون هذه الراحة بنظام بمعدلات قياسية بتدريبات للعيبة للنادي الآهلي يمكن هي دي الاحتراف وهو ده للنادي الآهلي اللعيبة يمكن كانت بتقوم بدور كبير جدا الحقيقة كانت فيه راحة لكن كل واحد كان بيقوم بدوره وده أمر مهم جدا لأن العودة مهمة بيبقى فيها قياسات بيبقى فيها أمور كثيرة جدا طبية ويمكن كمان على ذكر الجهاز الطبي الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا يمكن أنا كنت سامع شمان سعادلي وستاذ برهين بتتكلموا على وسام وسام الحقيقة يعني يمكن دكتور جاب الله مبارحكم معاه في أحد طبعا المراكز الطبية لمدة سبع ساعات سبع ساعات عشان يكون فيه اختبار وتقييم كامل وشامل وزي ما بنقول هو ده للنادي الأهلي لابد نكون على دراية كبيرة جدا بكل القراءات اللي بتكون طبية بيكون مهمة جدا عشان المرحلة اللي جاية بتحتاج مجهود كبير من لعيبة بتحتاج تركيز كبير وتحتاج فايل طبي فعشان كده الجهاز الطبي يقام بدور كبير جدا مع وسام الصفقة المنتظرة اللي بتمنى له كل التوفيق نادي الأهلي يضيف له إن شاء الله بإذن الله إضافة كبيرة وهو أيضا كمان يضيف له النادي الأهلي كلنا منتظرين إن شاء الله يكون متواجد بقوته طبعا وبه سرعته اللي معتاد عليه لكن زي ما أنتوا بتقولوا طبعا لابد يكون فيه من جمهورنا الواعي الهدوء الكبير جدا جدا لكل لاعب طبعا في النادي الأهلي وتحديدا نسان عندنا مرحلة مهمة جدا خلال الفترة القادمة النادي الأهلي طبعا بيستعد عندنا متسع من التوقيت نهاردة كان أول تدريب فريق النادي الأهلي يمكن معتادين التدريب بيكون خمسة أو الساعة ستة لكن الساعة تسعة نهاردة الكل كان منتظر طبعا وصول مستر مارس الكولر من المطار إلى ملعب مختار التيتش يمكن راجل على طول بحق هذا الأمر في كل أجازة الحقيقة بشمان سعادل أستاذ إبراهيم ما بيكون متواجد في بلده بيرجع على التدريب وده أمر يدل طبعا على المهنية الكبيرة جدا لمارس الكولر نهاردة يعني كنا متوقعين يكون في عدد من النشئين طبعا متواجدين مع فريق النادي الأهلي لسد النقص العددي عندنا عدد كبير من اللاعبين في المنتخبناء الوطني لكن أقدر أقول نهاردة التدريب كان ساعة كلها طبعا كانت أمور بسيطة جدا الحملة التدريب هي ترفع طبعا خلال الأيام القادمة أيضا كمان يكون في برات ودية يمكن هنقول كمان نقطة مهمة جدا معسكر إن شاء الله بإذن الله بنسبة 80% يكون في معسكر خارجي وده يمكن معلومة طبعا اللي بنحاول إن نحن نجيبها من خلال شاشة القناة للنادي الأهلي لأن الوقت كبير محتاج أن أنت تعزل شوية بعض اللعيبة محتاج أن أنت تبين طبعا الفكر الجديد اللي هيخش بيه مستر كولر مع لعابة النادي الأهلي اللي انسجام مهم جدا أيضا كمان لو سام وكل اللعيبة فيمكن تدريب النهاردة ما كانتش فيه جرعات تدريبية داخل الملعب وخارج الملعب فكانت جلسة مهمة جدا الحقيقة من مستر كولر معه سام ويارب إن شاء الله يكون عنده استعاب كبير جدا لقيمة النادي الأهلي الكبيرة وتشيرت النادي الأهلي ويكون إضافة كبيرة جدا للفريق بإذن الله التمرين كان ساعة واحدة يا كريم آه يعني يقدر أقول نهاردة 60 دقيقة يعني ما فيش أي حاجة نهاردة يقدر أقول إن هي كانت جرعات بدنية قوية زي ما بنقول بعد عودة لابد إن أنت يعني يكون في تدريج للحمل التدريبي نهاردة ما كانش في تدريبات بدنية لكن كل حاجات كدكورة بسيطة جدا للعيبة أيضا كمان عندنا عدد من اللعبين بيواصلوا لتأهيل على رسوم ريدا سليم نهاردة أيضا أيضا كمان بيواصل لتأهيل الخاص به زي ما بنقول بشمان سعيد سبراهيم عندنا لوقت الفترة اللي جاء إن شاء الله إن احنا نطمن على كل اللعيبة الجهاز الطبي بيحاول إن هو اللعيب يكون مية في المية وده أمر مهم جدا عشان المرحلة القادمة مش محتاجين إن احنا نخسر أي لعيب ريدا النهاردة كان بيواصل التأهيل أيضا كمان كوكا إن شاء الله بإذن الله يعود من جديد لفريقا للنادي الأقلي متولي أيضا كمان كريم ندب النهاردة يشارك فيه التدريبات الضاوي أول تدريب النهاردة ليه فيمكن الحمد لله الوقت ده يعني مطمنا شوية إن احنا يبقى فيه تأني من اللعيب اللي راجع من الإصابات تخش تدريجان في تدريبات الجماعية وإن شاء الله بإذن الله تكون الفايدة كلها لفريقا للنادي الأقلي خلال الفترة القادمة ريدا سليم بيشغل تأهيل لسه مش كده آه يعني ريدا سليم في المرحلة الأخيرة زي ما بقولك التأني مهم جدا في الدفع بين اللعيب الوقت مهم الاشتراكات مهمة جدا عشان كده هنقول الفترة اللي جاية أجزاء بسيطة جدا من التدريبات عشان تكون يعني الجهازية الكاملة في معسكر فريق النادي الأهلي اللي أكيد يكون فيه بعض المباريات الودية هيطامن أكيد مستر كولر بشكل كبير لكن تدريبات مستمرة اتداءة من اليوم حتى موعدة السفر بمشيئة الله سيدة أبراهيم بشوان سعاجة تمام طيب وسام أبو علي انت بتقول لي كان فيه اجتماع له مع مستر كولر وطبعا مع كابتن خالد بيبو بالتأكيد طبعا يعني زي ما بقولك يعني كان أمر مهم جدا ان يكون الجلسة الأولى الحقيقة مع مدير الكورة كابتن خالد ومستر كولر لأن الجلسة الأولى بتدي انطباع سواء من المدير الفني أو من اللاعب لعب عنده وعي كبير جدا أكيد يعني محترف طبعا وعارف يعني ايه قيمة النادي الأهلي وعارف قد ايه جمهور النادي الأهلي عنده الشغب الكبير جدا لكل الانتصارات الفترة القادمة فالجلسة دي كانت مهمة لأن هي بتحط الأسس على الفترة القادمة خارج الملعب وداخل الملعب ده أمر مهم جدا مستر كولر شرح كل الأمور الخاصة بإيه اللي النادي الأهلي إيه اللي مطلوب من نادي الأهلي النادي الأهلي بيحاول حقق إيه جمهور النادي الأهلي عايز إيه عشان كده بنتمنى وبنعمل بإذن الله وسام يكون عنده استعاب كبير جدا جدا للحامل الكبير جدا طبعا وهو جمهور النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله يكون مساند ودعم ليه لكل لعيبة وليس وسام فقط لكن بما إن وسام أول تدريب ليه النهاردة كان لابد يكون فيه يعني زي ما بقول كده وضع النقاط على الحروف لأن مرحلة القادمة محتاجة كل الجهد لكل لعيبة محتاجة إنكار ذات كبير جدا من الجميع فيارب إن شاء الله بإذن الله بيتمنى التوفيق النادي الأهلي سواء فيه تدريباته أو فيه المشاركات المحلية أو الإفريقية التدريبات متواصلة بكرة في نفس المعاد ولا بادر شوية لا هنقدر نقول بقى المعاد هيتغير يعني يعني أربعة خمسة يعني تجمع الصاعة أربعة خمسة هيكون تدريب فريق للنادي الأهلي ممكن كمان تكون في بعض التعديلات في الأهام القادمة يكون تدريب بالصباح فيعني نهاردة بس كان استثنى بالنسبة لتدريب النادي الأهلي اليوم الساعة تسعة لكن هيمشي بقى الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله على المعاد المعتاد لكل تدريبات الخاصة بالفريق ده يمكن أول لقطات نزول وسام أبو علي وزميله في أول تمرين له في النادي الأهلي واستقبال زميله له واستقبال ميستر كولر وكابتن خالد بيبو للعيبة بعد الأجازة دي أعتقد الوضع مختلف في العودة دي كريم الحقيقة يعني لعبة النادي الأهلي بخبراتها كبيرة جدا يعني الاحتفال الأول أو الاستقبال الأول للعبين سواء في قط اللبس أو في الملعب بيفرق مع اللعب بشكل كبير الانسجام طبعا يعني بيترك لعقلية اللعب ومدى استيعابه ومدى قدرته على أنه ينسجم بشكل سريع جدا لعبة النادي الأهلي نهاردة استقبلت وسام استقبال كبير جدا نهاردة كمان لعبة كلها حيو اللافتة الطيبة والمعتادة طبعا من كل الصفقات اللي بتدخل للنادي الأهلي بتحية من الجميع عشان كده بنقول يعني قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا بالعبيب الخبرات الكبيرة بقط اللبس اللي هي سر نجاح للنادي الأهلي يعني زي ما بنقول قط اللبس في النادي الأهلي مختلفة بشكل كبير جدا عن أي نادي عشان كده النجاح بينسب للكل فبنتمنى وسام إن شاء الله زي ما بنقول يكون إضافة بإذن الله يكون إضافة لفريق النادي الأهلي مع كل المجموعة عندنا أبطال كبيرة جدا النادي الاهلي حاصلين على البرونزية وكأس السوبر عندنا كمان بطولات كثيرة جدا. فان شاء الله بإذن القادم يكون افضل النادي الاهلي ويفضل دائما على منصة التتويق. طبعا وسام النهاردة كهرباء غايبة عن الاستقبالة دي. كان عمله استقبال. الحقيقة فعلا طبعا كهرباء من العيبة الممتازة. الحقيقة يعني عنده خفة دم كبيرة جدا. واي حد بيخش طبعا النادي الاهلي بين الوفدين الجدد او ايضا كمان الصفقات بيكون استقبال خاصة من كهرباء وايضا كمان كل لعيب النادي الاهلي يعني كمان اللي شناه ويبقى ليه استقبال غير كهرباء خالص محمد هاني كل اللعيبة اللي بنتمنى لهم طبعا لعيباتنا في منتخبنا الوطني بيتمنى لمنتخبنا يا رب ان شاء الله بازن الله. هذه البطولة بطولة مهمة جدا وصعبة لكن ان شاء الله بازن الله منتخبنا الوطني قادر بازن الله يا رب ان دينا شايفين الممر اللي عملينه للعيبة وبيستقبلوه بدعالة جديدة أنا كنت لسا عسأله من غير العلقة دي بمدى الشمش فهو يعني طبعا مؤكد يا صاح زمان هو حسن الشاحات أم بدورك هرابة بقى لا هو مؤكد فيه ميزة بس عايزين نشكر زميلنا الأول كريم شكرا جزيلا ليك شاكرين يا كريم شكرا للزميل كريم أحمد أعتقد اللقطة دي يا جماعة مهمة جدا عن بداية علاقة هذا اللعب الجديد مع زميله في الآلي وعن استئناف الفريق تدريباته مع العودة من الأجازة بتكسر حاجز الجليد ميزة وعيب غياب اللعيب الدوليين الميزة أن فيه تركيز هيبقى ميستر كولر مع اللعيب وزميله عندهم قدر أكبر من التركيز على التعرف عليه واستعداده وإذا كان فيه ماتشات والدير بتاعه هيخش وياخد فرص أكتر اللعيب أنك بتفتقد حرارة عشر لعيب دوليين أو حد عشر لعب ليهم طعم وليهم زخم وليهم فأجواء الفريق ما بتبقاش مكتملة زي ما يكون مكتمل بكل اللعبي الدوليين نتمنى له انخراط بسرعة واضح أنه يعني العلقة دي كانت مهمة جدا بس تناها أنا لأن هي دي بتدل على أن خلاص بقى خدنا على بعض بقى هو ده إسلومنا وطوله واضح بالقياس إلى اللي جنبه أنه طوله معقول يعني ماش مفرد في الطول لكن طول معقول لمهاجم يعني مودست كمان بدأ بداية هم مع أول يوم ما هو لازم بقى وانت هتلاحظ هتلاحظ أن يعني حتى ما تشوف اللقطات من أولها الناس بتقابل بعضها الأول مرة بعد العودة فالتمريد الأولاني ده كده يعني أول يوم دراسة أه أول يوم دراسة بتسلم على زميلك وعشتوني مش عارف إيه لكن من بكرة هتشوف بقى عملية الأحمال على حقيقتها والناقيين يجي خمسة ستة ناقيين في الفريق يعني أعزينهم بقى على ما تخلص الفترة دي ويرجع اللعيب الدولين يكون الفريق بإذن الله كله استعاد حيويته وسلامته ده كلام مهم جدا في العودة للتدريبات أعتقد ديكو شايفين مودست ومع كل اللعيب إن شاء الله الأمور بدنيا الناس تجهز بشكل كويس لأنه عدد كبير من لعيبة النادي الآلي مش موجودين سواء اللي مع المنتخب أو المحترفين في الخارج أو لعيب المنتخب الولمبي وحتى منتخب الشباب ده كابتن شيتوس عنده تمام لعيبة من الآلي وكابتن أحمد الكاس عنده تمام لعيبة أيضا من ناشئ النادي الآلي ففترة فيها عدد كبير من الناشئين المميزين موجودين في منتخبات الناشئين وربما ده كان سبب لعدم الاستعانة بعدد منهم في تدريبات الفريق الأول لاستكمال هذا النقص الفريق هيواصل تدريباته للفترة اللي جاية وزي ما قال كريم حيتشاف بعد كده هيعمل معسكر في الخارج ولا هيكمل تدريباته هنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نشاطر كابتن محسن صالح رئيس اللجنة الفنية أو لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي الأحزان لوفاة شقيقه تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه في فسيح جناته والنادي حرص على مشاطرة الكابتن محسن صالح والتعزية له في وفاة شقيقه ربنا يا رب يتولى برحمته والكابتن محسن وأسرته خالص التعازي والدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله الحقيقة مبارح معجزة للتنسس الطاولة المصرية والعالمية الحقيقة لأن اللي بتعمله هانا جودة شي خيالي في السن الصغير ده وتقدر تعمل الأرقام الكبيرة والبطولات الكبيرة على مستوى الناشين بل على مستوى الكبار وتتقدم التصنيف العالمي لنشاة تنس الطاولة بتعمل نوع من الإبداع الرياضي الحقيقي عشان كده أعتقد كان من الطبيعي ومن المنطقي إن هي تنال جائزة محمد بن راشد في الإبداع الرياضي إمبارح تم تتويج بطلة مصر وأفريقيا هانا جودة بهذه الجائزة جائزة سموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي حصلت هنا على المركز الأول بعد ما تم تصعيدها للتصفية النهائية للجائزة ضمن ستة رياضيين تحت السن تحت الثمنتاشر سنة يعني على مستوى الوطن العربي وبقى كان فيه تصويت جماهيري اكتسحته بطلة النادي الآلي باكتساح شديد جدا كمان تحدثت هانا جودة وأعربت عن سعادتها الكبيرة جدا بعد فوزها بالجائزة اللي وصفتها بأنها لها قيمة كبيرة قوي معنويا وأدبيا وقالت إنه الجائزة بالنسبة لي تمثل نوع من المجد الأدب الكبير في مشواري الرياضي على فكرة الجائزة كمان بعد التتويج هانا جودة ضمن هذا الحفل الكبير في دبي فاز بالجائزة شخصية الرياضية جياني إمفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد مساهمته في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها عالميا ولو تفتكروا نفس الجائزة اللي خدها إمفنتينو خدها السنة اللي فاتت الكابتن محمود الخطيب عن دوره البارز في قيادة ناديه في تحقيق الطموحات الرياضية الكبيرة وتنمية موارد النادي بشكل غير نمطي الجائزة السنة دي حصدت بقى الرياضة المغربية النصيب الأوفر من جوائز الإبداع الرياضي طبعا بعد الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في كأس العالم الدورة الأخيرة في الدوحة فاز وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب وحكم كرة القدم بشرة الكربوني كأفضل حكم عربي بجانب جائزة جائزة السوفيان البقالي بطل العالم في ألعاب القوة وجائزة في الملاكمة تونس والجزائر والعراق والسعودية والكويت حصدوا عدة جوائز في جائزة محمد بن راشد نال أيضا الرياضيون الإماراتيون جوائزهم في كل فروع الجائزة صغارا وكبار لما قدموه من إبداعات غير مسبوقة هنجودة حكاية بجد هنجودة حكاية تكمل حكاية النادي الأهلي أو تفصيلة في سياق الأهلي الرياضي تفاصيل كتير للنادي الأهلي لم يغب بالنادي الأهلي عن هذه الجائزة تقريبا منذ إنشاءها دائما متواجد أحد من أبنائه بيفوز بجائزة من جوائزها وتجد التنوع وتشعب ومر النادي الأهلي كنادي ياخدها كنادي لدوره في التعامل مع أزمة كورونا لا تذكر خدها فيه استخلاق أماط غير تقليدية لمواجهة كورونا حطها بقى مع جاب إنفانتينو والكلام ده الناس متعامل مع مؤسسة شايفة تفاصيلها على رأي إنفانتينو ما تخليني أزيدك من الشعر بيت ما تزيدني يا عمي كابتن محمود الخطيب تقرر أن يترأس وفد النادي الأهلي إلى دبي لاستلام جائزة كلوب سكر تعارفين جائزة كلوب سكر لما حصل التصويت فاز النادي الأهلي مؤخرا في هذه الجائزة بالنادي الأفضل في الشرق الأوسط طيب مثلا وفاز ميستر مارسل كولر المدير الفني للآلي بجائزة أفضل مدرب كرة قدم فين في العالم في العالم تم التصويت لمارسل كولر الأفضل في العالم فتقرر أن يسافر كابتن خطيب لتمثيل النادي الأهلي في استلام جائزة النادي الأفضل في الشرق الأوسط الجائزة الحفلة هيقام في دبي يوم 19 يناير الجاري وحيرافق كابتن خطيب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي علشان يكون النادي الأهلي بيواصل هذا التواهج وهذا الحصد الكبير يا باشمودس للألقاب والجوائز أهمية اللقب ده إيه بقى إنك كمان تخرجت عن طاقة الإقليمي الإفريقي تتخذها في الشرق الأوسط الشرق الأوسط ده فيه اللي متامي لأسيا واللي متامي لأوروبا فجائزة بتدعم وبتؤكد يوما بعد يوم مش محتاج النادي الأهلي يرد على حد أقعد ساكت كده تبص تلاقي الدنيا كلها بتجاوبك وحصد ترطولاتي كفون الكلامة عند التحدي بترد عشان يطلع الفققيع ينفجروا على الهوى خلاص؟ آه طيب إمفنتينو يهني الكابتن محمود الخطيب هنا جودة تحصد الإفداع الرياضي الأهل الأفضل في جلوب سكر في الشرق الأوسط كولر الأفضل بين كل مدرب العالم بفضل النادي الأهلي ونظام النادي الأهلي ودعم النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي القاسية في العام الماضي مع هذا التواهج العالمي والإقليمي الكبير أعتقد كان منه طبيعي جدا أنه أي استفتاء في الداخل ينال أبناءه الأهلي فيه نصيب الأسد من الجواز يمكن قبل قليل أعلن موقع يلا كورة نتائج الاستفتاء السنوي بتاعه فحصد أبناء الأهلي ولعبوه النصيب الأوفر من الجواز أفضل لعب في الموسم برستاو نجم الموسم كان الجنوب الأفريقي برستاو أفضل لعب محترف في الدوري التونسي علي معلول أفضل لعب وسط مدافع يعني رقم 6 مروان عطية أفضل لعب صاعد أحمد نبيل كوكا أفضل نادي جماهيري النادي الأهلي أفضل رئيس نادي الكابتن محمود الخطيب أفضل حارس مرمى محمد الشناوي أفضل قلب دفاع محمد عبد منعم أفضل فريق لرياضة جماعية فريق الأهلي لكورة القدم أفضل مدير فني مارسل كولر أفضل رياضي لألعاب جماعية إيهاب أمين لعب الأهلي لكورة السلة أفضل لعبة في الألعاب الفردية طبعا هانا جودة نجم التنس الطاولة أفضل إعلامية الزميلة نهوان دي سري والزميلة سيهم صالح أفضل جناح أيصر حسين الشحات أفضل جناح أيمن بيرسي تاو أفضل زهير أيصر علي معلول وأفضل قناة رياضية قناة الأهلي والأخيرة دي أخجلتم توضعنا الأخيرة دي تستحق كلام خاص جدا وتأدير كبير لكل القائمين على القناة وإدارتها وأيضا لجماهير النادي الأهلي لأنه ما في حاجة لها علاقة بالنادي الأهلي بتحقق إنجاز أو نجاح في الملعب أو في الإعلام أو في أي مجال إلا نتيجة هذا الجمهور الكبير الداعم لهذا النجاح في كل المجالات ده النادي الأهلي وده رسالته وده دوره وأعتقد حصاد الجوائز عن هذا العام المنقضي أو الموسم السنة الأخيرة طبيعية ومنطقية لهذا النجاح الكبير اللي حققه الأهلي على كافة الأسعادة الوافد من اتحاده الكورة النهاردة تقدمه الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد حرص على زيارة المستشفى اللي بيعالج فيه السيد الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي بنتمناله يا رب سمعت سرعة وتمام الشفاء ننسى وباستمرار الدعاء لهذا الرجل الذي افتقدناه ويترك فراغ نرجو أن يعود لا يملأه غيره ده كلام مهم جدا بدأنا لكم بالكلام عن هذا التقديم الرائع جدا لو سام على صدر فخر الأندية العربية أو فخر العرب النادي الآلي والحقيقة التقديمة اللي استحق عليها النادي الآلي إشادة الجميع إدارة الإعلام في النادي بذلت مجهود في إخراج هذا المقطع لهذه التقديمة الهيلة جدا لو سام أبو علي كمان أنت كنت بتشير في الحديث عن سياق المفاوضات مع نادي مودرن فيوتشر عن هذا التعاون المسمر مع الدكتور وليد دامس الحقيقة يعني كويس أنك فتحت الموضوع ده تاني يعني ليه يعني وأن كان الأمر قد تم تكليفي بالتواصل مباشرة مع الدكتور وليد في البداية وحطينا الملامح وبعدين كل ما الأمور يجد فيها جديد وتقف شوية يحصل اتصال تجري في مسارات أخرى وأيضا باتفاق واحترام شديد لتحقيق رغبات نادي فيوتشر وأيضا الانتزام أمام النادي الأهلي بتحقيق رغبة نجم كبيرة في فيوتشر نويجي النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد الناس كتير تقول لك يا جماعة ده آخر لا احنا بنتعامل يا جماعة قلنا الاحترام احنا بنبني جسور تواصل ومحبة وعلقات سليمة مع نادي مودرن فيوتشر لان احنا اللي لمسناه من الدكتور وليد الحرص على هذا فالإشادة واجبة بهذا التوجه من جانبه الإشادة واجبة أيضا من أجهزتنا التنفيذية سواء أمير توفيق أو هيسم عرابي الاتنين كان لهم دور رائع جدا كل الأمور ما تقفل في حتة نبتكر وسائل يفتحوها ويتواصلوا وبسرعة بنسبة بنتصابق احنا كنا عايزين بسرعة أولا عمر عايز يطمئن على نفسه وعايز يلعب مع المتخب مش عايزين نشتته في نفس الوقت شهر يناير لازم تتم فيه جراءات كتير جدا ونحسم ملفات الصفقات بتاعتنا إلى أن يأتي وقت تكتمل فيه ملامح الاتفاقات ملامح الاتفاق تم الناديين واللعيبة المختارة واللعيبة المختارة ثلاث ناشئين في الجون عرف يختارهم نادي مودر فيوتشان والدكتور وليد لا بمعلامة ثلاث لعيبة واعدين جدا هيكونوا نجوم المستقبل في الكرة المصرية بإذن الله والكل حق مصلحته اللعيبة والناديين والعلاقة ودي اللي بتهميني جدا أنت في وقت يا أستاذ إبراهيم يعني بتشعر أن فيه ناس عايزة تاخد منك موقفنا ناس المنافسة يمكن ما تخليش كل الناس يعني تبقى مندفع للتعاون بشكل طبيعي مع النادي الأهلي ما بقولش أن فيه تربص مع النادي الأهلي لكن طبيعة المنافسة فما بيكون فيه نادي فيوتشار سيراميكا حتى زاد يعني بتبص تلاقي الليلة بتفك معاك وبتفك صالح الأندية صالح الجماهيرية يعني إحنا جماهيرنا عايزة تشوف هذا التعاون مع كل الأندية عشان يبقى فيه استرخاء يبقى فيه متعة في متابعة كرة القدم الناس اللي بتسأل إيه السر العزوف عن المدرجات وخصوصا مع المنتخب هيجي حاجات في كل ما تيجي مناسبة هنقولك هذه قعد أسباب العزوف من ضمنها العلاقات لما تتوتر العلاقات بين الأندية بيبقى فيه توتر في العلاقات بين الجماهير ومن ثم عزوف فأنا بحي جدا نادي مودن فيوتشر وبحي جدا الدكتور وليد وأشيد بدور هيسم عرابي وأمير توفيق وربنا ينهي الإجراءات بإذن الله لأن ملامح الاتفاق كلها متفق عليها ملامح الاتفاق متفق عليها والإجراءات هي اللي بتتم هي إجراءات بقى دلوقتي ابتدت يعني من ساعات وتنتهي بقى يعني اللعبة موافقة والناديين موافقين وخلاص وكل حالة الأمور في طور الاتفاقات أو الإجراءات الأخيرة أهم حاجة أن احنا نشعر أن ما يحدث لصالح الأطراف والكرى المصرية على فكرة يعني يا جماعة في فكرة الإعارة لأن ده كلام مهم لأولادنا اللي طالعين إعارة الآهل لما بيطلع لاعد بالذات من الناشئين في إعارة لنادي آخر الهدف أن أنا محتاج هذا اللعب بس محتاجه على مدى أبعد شوية من الوقت الحالي فبدلوا فرصة ياخد خبرات أفضل ياخد ساعات لعب في مكان تاني مفهوش زحمة زي المكان بتاعي وأيضا يجهز ويرجع لجاهز بخبرات خدها من مسابقة الدوري لو تفتكروا محمد عبد المنعم لما طلع إعارة رجع زي أديكم شايفينه أنه أحسن سردباك في مصر دلوقت أحمد عبد القادر نفس الحكاية خدها قبل كده كتير من اللعبة يمكن حتى مصطفى محمد مع الزمالك خد تجربة إعارة 3-4 أندية وفي الآخر رجعوا واحترفوا بقى حاجة كبيرة فأولادنا اللي طلعين إعارة لازم أن يبقوا فاهمين كواس قوي أنت طالع علشان ترجع طالع علشان ترجع أفضل طالع عشان ترجع بخبرات أحسن طالع عشان ترجع بثقة خدتها نتيجة كثرة عدد المشاركات لك في الدوري الأهلي لو مش حريص على هذا اللاعب الناشئ مش هيطلعوا إعارة كان ممكن يقعد ولما يبلغ السن لو مش محتاجه هيمشي زي ما بيحصل طول السنين لكن الحرص على اللاعب الناشئ وحاجة الفريق ليه في المستقبل القريب بيخلي النادي بيدي فرصة الإعارة أضيف مفتاح هو اللي كان الفلسفة في التحاور من الدكتور وليد بيني وبينه مباشرة منذ بدأة القصة أنا لا أهتم بالمادة أنا عايز الناحي الفنية دعونا ما نتكلمش في الفلوس بس نتكلم إزا نتعاون يبقى فيه دعم ده فكره كويس أوي يبقى فيه دعم حقيقي لنادي فيوتشر والأهلي يأخذ احتياجه وانحقق رغبة اللاعب في نفس الوقت فمشي تنموش في هذا الصياق بس أعايز برضه أقولك هذا نوع جديد من التفكير أنت تعاملت مع رئيس نادي بيفكر كده طيب ده أتمنى أنه أولادنا اللي طالعين إعارة يعود كويس أوي ما فيه نمازج نكحت كويس أوي ورجعت بشكل شايفين مستوى معاملة زي فيه مستويات أو فيه نمازج أخرى طلعت إعارة والدنيا اهتزت معاها شوية فلازم أن يأخذوا بالهم من النموذجين ويحطوا في اعتبارهم وقدام عينهم دايما أنا راجع الأهلي راجع الأهلي علشان في ظرف آخر أخذ فرصتي بشكل أفضل نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله تعالى كان مسئولية مشتركة بين الأجهزة الفنية فنلندية بخدة اللعبة عشان تستفيد بيها وبين اللعبة اللي نتمنى تبزو القصارى ده ده عشان تؤكد على تطورها وتؤكد على فعاليتها وقيمتها الفنية في المكان اللي هي فيه تمهيداً بقى تستمر في المنتخب بترجع ناديها تعمل خطوطها الجادة في تقلق كنجوم مستقبلية في الكورة الدكتور وليد داعب السمودرن فيوتشار أو أي نادي الارتباط بهذا العلاقات الطيبة مع الأهلي بتفيدهم جداً طبعاً هي بداية يعني هي أنت بتبتدي علاقة كلنا حرصين أن تستمر أولنا الدكتور وليد وإحنا عاجلنا تستمر صالح نصالح كل الأطراف بالكورة المصرية شأنها شأنها أما بتبتدي مع أندية سيراميكا وزيد وغيرها في أندية مش عايز أحصل في أندية كتير سموحة أكتر من مرة ثبتت نجاح هذه التجربة في العلاقة وين أند وين لازم لازم الأمور تمشي كده يعني أتمنى أن دا يبقى الكل فتح دراعته الأهلي فتح دراعته يستوعب الكل يعني وعلى فترات كان بيبقى فيه تعاون مسمر بين الأندية اللي هي قطع الحدود وال 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 والتطلع الجيش وال الأندية شعبية الأمر أكثر صعوبة شوية لأن الجماهير بتتعلق باللعيبة فبيبقى الأمور عزين نوعية قريبة منهم أو تستنى عندهم أو لكن الأهلي منفاتح للتعاون مع الجميع الأهلي منفاتح للتعاون مع الجميع مؤكد ده كلام مهم من حيث المبدأ اللي هيخلينا نطلع على الفاصل وبعد الفاصل نتواصل ما تخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وتخافي إزاي على الأهلي والأهلي ما شاء الله عمال يصطاد من الجوائز المستحقة والتكريمات الواجبة له من كل اتجاه من رأس دولة كورف القدم في العالم جاني إنفنتينو يهنئ كابت الخطيب ويشيد بما يحققه النادي الأهلي من إنجازات ثم تتولى النجاحات على مستوى أو مختلف الرياضات كلها كل ده بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى ثم جمهور النادي الأهلي لو لم يكن هذا الجمهور داعما بقوة للنادي الأهلي في كل ظروفه وبطولاته ما تحقق شيء جمهوره ده حماه ده حقيقة غياب الجمهور على المدرجات قضية مهمة جدا 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 حاجة الدور المصري وكرة القدم المصرية لاستعادة جمهورها في مدرجات ملعبها أمر بالغ الأهمية عشان كده قلنا سيادة الوزير ما هكذا تورد الإبل عارفين الشعر العربي اللي قال لك أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل أشرح بقى الجملة المشاقلبة دي اللي قلتها طيب سعد أورد الإبل ودها البير تشرب مية لكن سعد كان مشتمل يعني ملفوف بالشامل بتاعه حوالين جنبه فمش قادر يملك كويس للجمال فأورد الجمال للإبل دون أن تشرب الجمال فعشان كده الشعر قال له أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل أشرح بالبلة دي سعد لفف نفسه زي بشال أو حاجة كده فحركته مش عارف يفرد دراعه لآخر فواخد الإبل يشربها فمش عارف يشربها فالإبل رجعت عدشانة فالشاعر أورد الإبل فقال له ما هكذا يا سعد تورد الإبل عشان كده بيقال هذا المعنى دايما في أي حد عايز يعمل حاجة لكن إنه شيء والتصرق إنه حاجة والإنجاز حاجة تانية خالص تصرق شيء تاني حبيت تسقيهم لكن سبتهم رجعتهم عطشانين فعشان كده تذكرنا ده وسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إنبارح يصدر عنه أنه عقد اجتماع مع السيد جمال علام رئيس التحاد الكرة والنائب أحمد دياب رئيس ربطة الأندية المحترف العنوان اللي تم تصديره لهذا اللقاء إنه لبحث عودة الجماهير للملاعب هنا المعنى والمبدأ رائع جدا وما أحواجنا لده بصراحة أي حد غير على الكرة المصرية أعتقد دايق جدا لما في بعض الإعلاميين العرب بقوا بي مش عايز أقول كلمة بيعيرونا إن أنتو الدور بتاعكم ميت ومحدش بيتفرج عليه وكانت كلمة قاسية وقتها من الإعلام السعودي وليد الفراج لأنه مصر اللي ملعبها الطول عمرها مليانة ونجومها وأنديتها ومشاهيرها دايما هم الصيط الزائع في المنطقة تعير بأنه ملعبها ميتة وجمهورها والدور بتاعها محدش بيتفرج عليه واللي كان يقولك استاد الرعب هو الرعب موفاضي؟ بالضبط فالحقيقة كل الناس تواقى لعودة الجماهير جهود بزلت كتيرة وكبيرة من الجهات الأمنية لعودة الجماهير خاصة وفقا للسياق اللي تم إن شركة تذكرتي تشرف على طرح وبيع التذاكر وفقا لقاعدة بيانات والمسألة تمشي بشكل حديث وأنيق ثم كل شوية نسمع خمس تلاف زيادة تلت تلاف زيادة أربع تلاف زيادة لكن المسألة ما هيش مجدية عشان كده كل الناس استقبلت العنوان فقط من اجتماع السيد الوزير مبارح بالسعادة إلى أن جاءت التفاصيل فبدأ الأمر وكأنه سعده مشتامل فعلا والمسألة غير ما تم على أساسها والإبل هترجع عطشانة والإبل هتطلع عطشانة عطشانة وزارة الشباب والرياضة قالت في ديانها إن الدكتور أشرق صبحي وزير الشباب والرياضة التقى بجمال علام رئيس الاتحاد المصر لكرة القدم والنايب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم لمناقشة تنظيم حضور الجماهير للمدرجات ومتابعتها بصفة دائمة طبقا للتوجهات رئاسة مجلس الوزراء قال للوزارة إنه اللقاء تناول منقشة الحضور الجماهير في المدرجات التشديد على عدم الخروج عن الأطر القانونية والمشروعة في تشجيع مختلف الفرع تحميل المسئولية لمن يتسبب في الخروج عن هذه الأطر مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات وتغليزها في حالة التكرار والتي تصل إلى غرامات مالية أو الحرمان من الحضور بالإضافة إلى العمل على مراجعة اللوائح والقوانين والخاصة بدخول الجماهير وتطويرها بصفة دائمة كما استعرض اللقاء السماح بالحضور الجماهيري في الاستادات المؤهلة للحضور الجماهيري طبقاً للمعايير التي تم وضعها من قبل رابطة الأندية المحترفة بالتعاون مع الاتحاد المصري حيث يجب أن تشتمل الاستادات على كاميرات مراقبة بوابات إلكترونية للدخول والخروج بالإضافة إلى تطبيق منظوم التذكرتي في الدخول والخروج وهو ما يطبق في الوقت الراهن على الاستادات المطابقة للمواصفات على أن يتم بصفة دورية مراجعة جميع الاستادات الأخرى من أجل اعتمادها لاستقبال الجماهير خلال المباريات المختلفة طبقاً لما هو مطبق من قبل رابطة المحترفين والاتحاد المصري لكرة القدم ده بيان وزارة الشباب والرياضة يفهم منه إيه؟ كلام كله رايح في إجراءات التشديد على المخالفات وده مطلوب جداً ومواجهة المخالفين وده مطلوب وردع الخارجين عن النظام وده مطلوب ومطبقة الملاعب غير المؤهلة للاستقبال الجماهير إن هي وده ضروري تستكمل إجراءات السلامة ضروري التطبيق المعايير بتاعة شركة التذكرتي لضمان شروط السلامة هذا كده تمام كل ده رائع جداً جداً بس هل فيه حاجة هنا تقول إنه حيتم عودة الجماهير بساعة أكبر الحقيقة البيان ما أشرش لكده خالص إلى أن جاء السيد متحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الشازلي فيه مداخلة له مع الزميل هاني حتحوط في صد البلد لإين المسألة يا جماعة راحة في سكة تانية خالص تحتاج لمناقشة نسمعه أولاً بنكلم بقى في تعايدين اللايحة نفسها المعنية بالتنظيم المسابع بنكلم عن عقوبات مالية مغلظة شب جداً تغلز العقوبات المالية نفسها العقوبات المالية الموقعة على الأندية اللي جمهورها بيغلط؟ العقوبات المالية هتكون موقعة على الأندية طبعاً بالأساس فضلاً عن تغلز العقوبة المالية نفسها إضافة إلى أنك ممكن توصل لعدم الحضور الجماهيري أو منع الحضور بشكل أو بآخر أو أنك تبدأ تفكر في آليات يكون فيها تغلز العقوبات على أي جهة مسؤولة عن خروج عن النص هنا بتكلم عن حرمان بشكل أو بآخر من حضور الجماهيري بتكلم عن تغلز عقوبات مالية ضخمة جداً في حالة الخروج عن النص هو يعني الحياة كان في رسالة النهاردة عايزة فينا معك يعني شديدة شوية أن لا ما فيش سماح بالخروج عن النص في التشبيع مش حينفع طبعاً أنا بس حسيت كده أنه فكرة ده مجرد إحساس لو عايز تأكده أو تنفيه أنه فكرة السماح لعدد أكبر من الجمهور هي فكرة بعيدة مش أول أولوية في هذا الاجتماع الاجتماع ده غرضه أنه منع الأخطاء الجماهيرية وتغليز العقوبات لكن فكرة بقى زيادة الجماهير ممكن موجودة بس من بعيد صح ولا غلط؟ لا يا ما كانتش موجودة في الاجتماع النهاردة في الحقيقة ما كانتش موجودة مش مهندس يعني الدكتور محمد الشازلي بيتكلم على أنه فكرة تنشيط عودة الجماهير لا ما كانتش موجودة الهدف في اللقاء مواجهة المخالفات الحد من الشغل بقى أنه البداية بيقول منظر المدرجات مش مغري يعني مش مغري لأنه فاضي حتة غياب الجماهير لديه كلها حلول يعني ديه البداية حديثه فتكون النتيجة أنه بيتكلم على تغليز العقوبة على الهيئات المسؤولة اللي هي الأندية مين الهيئات اللي هتكون مسؤولة؟ مين يعني التفيق؟ هو قال الأندية باللفز قال الأندية باللفز أنا بس عاد أتأكد مندي جمهور ملوشي للنادي على فكرة إيه دور النادي في الحضور الجماهوري دلوقتي؟ هل النادي بينظم؟ لا نادي بينظم؟ هو اللي بيبيع التذاكر؟ لا هو اللي بيحدد الساعة؟ لا هو اللي بيجيب الأمن بيتعاقب مع الأمن؟ لا هو المسؤولة عن التنظيم داخل الملعب؟ هو اللي عنده قاعدة بيانات جماهير؟ في السابق لما تحطت ما هو الناس بتنسى فلسفة إقحام الأندية في المسؤولية إنت في السابق كنت بتعمل إيه؟ إنت اللي بتروح تجيب الشرطة بتدفع للشرطة إنت اللي بتحدد عدد التذاكر إنت لما بتبيع بتبيع كده بشكل عشوائي ما عندكش لقاعدة بيانات ولا بتعرف مين فكنت مسؤول كانت الأندية مسؤولة لكن أما وأنك الأمر ما فيش لك أي دخل فيه ده أنت مش ده تعمل التذاكره أنت مش بتحدده إنت بتخصب منك كل بتاخد يمكن عشرة أو عشرين في المئة من قيمة التذاكره في الآخر يعني فأنت اللي عارف تقول ألعب بجمير قد إيه؟ ولا التذاكره بكام؟ ولا خشه منين؟ ولا الجمير دي تاخد تذاكرها إزاي؟ ما لكش دول إزاي تحاسب؟ كيف تحاسب الأندية؟ وهو ده يرضع مين؟ يعني أنا كجمهور اتنين يتخنوا في المدرج أروح جايب لا يرضع مين ولا يرضي مين؟ فاهم قصدي؟ عشرة من هنا تخنوا مع عشرة من هنا أروح أنا جايب النادي بدخلوا السجن يعني مثلا يعني خناها حصلت في الشارع عجيب بقى الناس اللي في البيوت دورهم إيه؟ فأنت أنا قلتلك في كل الإجراءات بالتفصيل اللي جاي في البيان أنا موافق عليه لكن مش موافق على الأقحام الأندية وتغلز العقوبة عقوبة وما بياخدوا يم الماتش ده كورا كده تبقى خراب مؤكد أه طب أنت بتخسر في الماتش يا أساس إبراهيم خسائر كبيرة بدل ما يخش لك فلوس بعمال تدفع واس يعني في العالم كله الجيت دخل مهم جدا والسيزون تقل بطاقة الموسمية اللي فيها تثبيت للبطاقة واحترامها لأنه دفع فوري كمان وبتعقل كورا تعرف عارف الكرسي للكسر ده مين اللي كان قاعد عليه حتى لو تظلم واحد مش هو اللي كسر الكرسي بتكان قاعد عليه المرة الجاية حيدافع عن الكرسي إنت قاعد ده دعو عهدتك لغاية لما تقوم بعد الماتش لما انت هتسلمه سليم انت مشيت مش هتسلمه سليم انت مسؤول هيدافع عن الكرسي بتاعه مش هايسمع حد يخلعه ده إذا كنا عايزين نزبط الأداء لكن لو عايزين نملى المدرجات ما تتمليش كده تتملي يعني عملي نقول المنتخب والمنظر وحي شوه وبعدين نروح عاملين المنتخب بتذاكر وتذاكر غالية ونحدد برضو مين ياخد ومين ما ياخدش فاتبص وبعدين نبص كل أفريقيا تقريبا حتى شمال أفريقيا اللي هم الناس أكثر ملاقة وتنظيما وكده أحيانا يفتح مدرجاته ببلاش يعني المنتخب ده تذكارته لازم تبقى أرخص تذكاره عشان المدرجات تتملي هو مين اللي هاخدش يتخاني مع بعضه في المنتخب لكن انت كمان لما الجماهير بتتعود ما تروح شي لما تعاني عشان بتروح مش هجيلك في المنتخب فقد عادة التردد أنا كنت كل يوم جمعة هنتقبل أمتى عشان نروح الماتش أصبح جزء من برنامج حياتنا انت لغيته من حياتنا مش هفتكر فجأة بعد سنة إن فيه ماتش أغير نظام تاني تعودت عليه بقى عشان نروح الماتش مش هيحصل مش هيحصل أو إذا حصل هيحصل في نطاق محدود عايزين ترجعوا الناس تعالوا وقعودوا افتح حوار مجتمعي كيف تعود الجماهير إذا كانت فيه رغبة في عودتهم بشكل جد ورغبة في الحساب الجاد مقابل كده تقول للنادي إيه بقى محدش يدافع عن حد مشاغب محدش يتدخل يخرج ناس اتقبض عليها عشان العقوبة شخصية اللعيب ده لو خرج بكفالة يدفحها أو النادي يدفحها خلاص النادي عايز يدفع يدفع ولو إني لا أريد أن أقحم الأندية في هذا الأمر لو سألتني أنا لا الأندية الأندية تتفرغ للعمل الفني عشان تسعد جماهيرها لكن إنك أنا أنت تاخد المغنم وناخد المغرم إزاي يعني يعني كل العقوبات وبتاع أنا اللي عمل باخدها وإذا هناك مغانم بتاخدها كل واحد بياخد حقه من التذكرة ويروح ودي الأندية تحط فلوس على ما تبقى من أموال عشان تدفع غرامات وتصلح كراسي طيب ده كلام مهم جدا وكلام عن تجربة أكيد كلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد الشازلي إنه بيبحث تغليز العقوبات المالية على الأندية إلى أعلى درجة أنت دلوقتي الجمهور اللي بيخرج عن النص بتغرم النادي مئة ألف لا حيبقى نص مليون أو مليون طيب زي ما المهندس عدلي شرح هو إحنا عايزين الجمهور يرجع أكيد عايزين يرجع عايزين ملعبنا تكون نقية وسليمة ما فيهاش أي شغب بالتأكيد لأنه الناس عانت كتير عايزين الناس تلتزم وتنضبط ده مؤكد بس أنا كنادي أنت بتحسبني على حاجة أنا معملتاش ولا لي علاقة بيها ولا أملك أن أنا أمنعها ولو فكرك إن المليون جنيه ولا النص مليون جنيه هتردعني أنا مش هتردعني لأنه مش في إيدي أمنع حد النادي ما هواش عنده قاعدة بيانات لمين الجماهير اللي دخلها شركة تذكرتي مشكورة عاملة مجهود كبير جدا وبتاخد حصتها من هذه التذاكر فهي في مسئولية قانونية هنا النادي اللي عنده قاعدة بيانات ولا مسئول عن سلوك جمهور يعني النادي المصري والنادي الإسماعيلي الأسبوع اللي فات مجموعة من هنا مسكوا مجموعة من هنا وهتك يضرب وتكسير طب النادي الإسماعيلي إيه علاقته بالعشر خمساشر اللي تخانقوا وتضربوا النادي المصري إيه علاقته بالمجموعة اللي ضربت هل أنت لما تغرم الإسماعيلي على كل المشاكل المالية اللي عنده هو ده أثر في سلوك الجمهور بالتأكيد لا العدل الحقيقي والردع المباشر هي نقصة وبعدين هو في الآخر برضو وإحنا كترت علينا للأنديات الجمهورية ده كلهم خمس ستة أنديات هو ده الدوري طمنتاشر نادي فيه الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري ولو عايز تقول بلدية المحل يقول يبقى ستة أنديات من طمنتاشر نادي كلام ده في منتهى الخطر على مستقبل الكرة في منتهى التأثير على شعبية المسابقة المصرية المتخبات وشعبيات وبالتالي المتخبات الوطنية منت منتخباتك ونجومك مش هيفضلوا يلعبوا في الصمت ده أنا قلتلكم يعني كان شيء مؤذي جدا لنا كلنا إن احنا نعير بإن مسابقة لا يشاهدها أحد ولا يحضر لها جمهور في بلد أديكم شايفين قيمة الكرة فيه وتأثير الكرة فيه تدخلت الكرة في المنطقة وهي كاس الأمم اللي هتبدأ بعد بكرة دي مصر اللي أسستها فبصوا العراقة والريادة كانت فين فهل معقولة وإحنا عايزين نرجع الجمهور نتخذ إجراءات تبعد الجمهور أكتر العدل الطبيعي جدا إنه لا تزر وزراء وزراء أخرى الشخص المشجع اللي ارتكب خطأ خالف دي القانون يحاسب أولا يعامل معاملة محترمة رقم اتنين يحاسب محاسبة محترمة إذا خرج عن النص ممكن أقولك حاجة سيد إبراهيم طعم لو خمسين مشاغب في وسط خمسمية يكونوا مؤثرين ولا لا لا طبعا لا في وسط خمس تلاف التأثير التأثير لو في وسط خمسين ألف التأثير ينعدل ينعدل فكرة إن الجمهور لو زاد فيه خطورة لا فيه تأمين لأن مش ممكن يكون هذا العدد الكبير داخل ناوي يعمل مشاكل وخصوصا إذا كنا هنسترد فكرة وتصور العائلات لما كنا بنروح يا أستاذ إبراهيم أنا كنت بروح أنا واصحابي ومنا زملكاوي والترسناوي قاعدين على على المصطبة ما كانش فيه كراسي قاعدين مع بعض كنا في أنا ومحرم الراغب وممدوع عباس بدون يعني بقول لهم عشان صحابي بدون إشارات بالله وليه قريب اللي كان فيهم بيلعب في الترسانة وترساناوي لا كنا بروح نقعد والماتش بين أهل وزمالك أو أهل وترسانة واعدين جابوا بعض إيه اللي كان بنحصل ولا حاجة بنحمي بعض طيب فهنا أنت لما توجه العقوبة شخصية يعني الفترة اللي فاتت شوفنا إدارة المسابقات بتاخد عقوبات ضد الجماهير يقول لك حرمان الألف وواحد دول ده وفقا لللي حجزوا تذاكروا من خلال السيستم بتاع تذكرتي من حضور ماتش ماتشين تلات ماتشاة دهني معروفين هو إحنا لو غلزنا العقوبات على الفئات اللي انت شايف ان هي خرجت بس بشرط المسألة تكون عادلة وحسمة بحيث ان أنا علشان أجيب نتيجة أولا أنا بتكلم في حاجتين أعتقد في السيستم اللي بيتكلموا عليه المسألة شديدة البساطة أنا المفروض زي ما بيحصل في أي مكان في الدنيا التذكرة اللي بدخل بيها اللي ماتش محدد فيها المكان اللي أنا هقعد فيه والكرس اللي أنا هجلس عليه أنا صاحب هذه التذكرة بهذا الرقم أعدت في الزون أو المنطقة الزرق مثلا الرقم بتاع 160 الكرس اللي هقعد عليه ده معروف في عهدتي خلال فترة وجودي في الملعب كاميرات التصوير اللي في الجزء ده هتثبت كل شخص عملية يوم الكرسي اللي أنا مكتوب على اسمي خلال الساعتين بتوع الماتش اتكسر أنا هتفع تمنه لما يتكرر الخروج أنا هتحرم ممكن سنة يعني لو عايز تغلص عقوبات على الأشخاص بشرط إن أنت تتحدد الشخص اللي خرج عن النظام بدل ما بتوقفه ثلاث ماتشات يوقفه ثلاث سنين يوقفه بأشد عقوبة منع اعمل بلاك لست في الأندية إنه فيه هذه العداد من الجماهير بشرط العدل والحسن سيدة برأي ارتكبت أخطاء ممنوع من دخول الملعب ده السيستم هو بيحكز بسيستم ما وخلاص هو لما يجي يدخل يلاقي نفسه في البلاك مش مسموح له معموله بلوك مش هيجيب تذكار عجيبة إزاي خلصت بس بشرط إن أنا أولا مظلمش عشان أجيب نتيجة مظلمش مشجع مارتكبش حاجة فحرمه أنا عايز أقاوم النماذج أو الأشخاص اللي بيخرجوا عن النظام بالضبط فعلشان أردع وعشان أجيب نتيجة يا سيدة الوزير يتم استهداف الأشخاص الخارجين على النظام لكن فكرة تحميل الأندية مش هيحل حاجة مش هيحل حاجة أولا مش هيحل حاجة ثانيا ده استسهال في المواجهة استسهال للحل لأنه خلص الخمس ستة أندية دول طالعوا عنهم في المخالفات والمشاكل والمتعب المليئة ومزيد من الأعباء على الأندية ودي مزيد من الأعباء عليها في صراعات كرة هي أصلا مخصرة معاه هي مخصرة معاه بجد فنيجي نزودها إن أنا أبحث إصدار قرار لمزيد من العقوبات على الأندية ده استسهال في المواجهة المواجهة الصح شخصية العقوبة على قديمه يعني هو زمان كان النادي بيعمل كل حاجة الآن ما بيعملش زمان كان النادي بيعمل كل حاجة وكان صعب تحدد الأسماء لكن أنت النهاردة فيه شركة هي اللي بتحجز شركة تملك قاعدة بيانات شركة بازل مجهود كبير كبير جدا في عملات التنظيم تملك هذه القاعدة في تحديد الأشخاص لكن أتمنى إنه يضاف إلى هذا السيستم تحديد رقم الكورسي لكل واحد هيقعد عليه لأنه منظر إنه أنت تشوف كراسة كسرت تخذ بالك لما يكون الكورسي اللي أنا قاعد عليه ده معروف إن أنا اللي قاعد عليه وإن اللي حصل له كذا أنا هدفع تمنه وهتغرم بتمنه أنا أحافظ عليه لو بيه واحد أقول له لا حتى لو ظلمت مرة تاني مرة مستعدة هتظلم طبعا فتثبيت قاعدة البيانات للكورسي مع الشخص صاحب التيكت أعتقد هو ده التطور يا سادة الوزير اللي مطلوب في آلية التنظيم وإطلق إطلق الحد أه طبعا وجرم وشوف إلي حيحصل طبعا مطلوب فتح الباب لكل الجماهير تحضر النادي الآلي يا جماعة أكتر الأندية المدارة أولا لأنه من الطبيعي أنه عدد جمهوره أكتر ثم نادي الزمالك ثم نادي الاتحاد ثم الإسماعيل دي فلوس لو تتكلم على فلوس أولا دي فلوس وده مزاج عام والأخيرة دي مهمة جدا ده المزاج العام بتاع الجمهور لما هي كل أسبوع ولا كل 3-4 أيام هيروح الملعب يتفرج على فرقته أنا كده بضبط إيقاع المزاج العام للوضع الطبيعي بتاعه أكبر عقوبة أكتر من الفلوس أنك تقوله واحد حابة تحرم الحالة بيهربها ما تروحش آه خلصت هتبقى في الأول مش هتبقى بميزان لكن هتوصل إنها تتضبط قوي بعد شواء هتتضبط قوي لكن بالضبط كده العقوبة زي ما أنت بتقول إيه لازم تبقى شخصية آه ده يعني إذا فعلا كنا جدين في بحث آليات العودة لأنه من ضمن المعلقين العرب اللي تكلموا على أهمية عودة الجمهور المصري للملاعب إحنا قلتلك وليد الفراج تكلم باستهجان على الدور المصري وأن الدور ميت كمان المعلق الإماراتي عامر عبدالله تكلم هو راخر على ظاهرة غياب الجمهير عن المدرقات المصرية وأنا ودي أوجه رسالة أولي رسالة بالله كنت أتكلم مع البارهن أقول لها منظر الدوري المصري مش مغري مش مغري حتى ليك كمعلق ليه حتى الجمهور دي لازم يبقى فيها نقاش ولازم يبقى فيها حلول ولا نكون نبحث عن أسهل الحلول بالمنع المنع ده قرار أعمله أنا وياك لكن أنك تجد حلول جذرية لدخول الجماهير المدرجات لأن هذا شيء ما فيه نقاش دلوقتي لما أجي أصنف الدوري المصري ما تزعلوش مني هم مش هنزعل خالص ده كلام مفيد ومع ذي يعلمه المسؤول طبعا الدوري السعودي راح تبعيدة الدوري التونسي وضع أفضل الدوري المغربي وضع أفضل دوري الإماراتي وضع أفضل حتى الدوري القطري وضع أفضل يعني دوري يمتلك كل عناصر للجودة الفنية لكن مش نتيجة نظام نتيجة أن خصائي الشعب بيحبوا كرة القدم وعنده قدر كبير من الموهبة والشغف وأن دي بتكتهد أنها تصرف عشان وراها جماهيرية يعني صدقني الأنديل الجامهيرية هي اللي مقوم كرة القدم في مصر طبعا طبعا لأن هي الوراها جماهير بتخليك ما تنامش أي عايز ترضيها فما تجيش تزود أعبائها نظرة محترمة للكرة مصرية ودهشة مشتركة مشتركة هو ليه بيحصل كده ليه الجماهير قال لك المنع ده سهل جدا نعمل له أنا وإنت تعاولك حاجة تنظيم واحد خبطته عربية في شارع أمنع المرور فيه أمرع مرور الصيارات فيه مش ممكن أحط ضبط أعمل إشارات أعمل كباري أعمل خطوط أعمل زي الناس كلها بره ما تنزلش من على الرصيف إلا لما تاخد الضوء بتاع العبور المشآة الدنيا خلاص تتزبط واللي ينزل يبقى غلطان ومالوش دية يعني لو أنت مأمن عن نفسك وتتخبط بره الخطوط دي أو في غير الإشارة اللي بتقول لك عدي ما تاخدش التأمين بتاعك طب لو تخبطت جوا لا ده أنت أنا كنت في في أمريكا وقضية تحكم فيها بأربعة مليار دولار عشان عيلة تلبت بيها عربية لعيوب في الصناعة قد كده بيحرسوا على قضية كانت شهيرة جدا لأنها كانت حاجة خيالية ما حد يستخيل الحكم ده وأنا من هنا مش بغلظ لا ده هو كان كده وقالوا أن يعيب الصناعة دي يعني كان ممكن يهدد مئات الألاف من الأرواح لأن دعيب في الصناعة هي جد دي كشفت الموضوع فأنا عايز أقول العدالة العدالة في النظام بتحقق الإتمئنان وتحقق الالتزام بالنظام طبعا طبعا حنوعد نتساءل كيف يفقد المنتخب جمهوره كيف يفقد المنتخب جمهوره في الوقت اللي كان في قبضة ملوك الزمان بعض الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي كمان طول ما الأهلي الداعم القوي لمنتخبات بلده ووطنه بأكتر العناصر وأكثرها تأثيرا منتخب مصر يا جماعة اللي موجود حاليا في أبي جان فيه 8 عناصر من النادي الأهلي كانوا سبعة بقوا تمانية وعندك ثلاثة محترفين في الأندية الأخرى يبقى العدد الأهلي ممثل في الكان بـ 11 لاعب أعتقد رقم كويس جدا النسخة الـ 34 لكأس الأمم الأفريقية أو بطولة الكان اختصارا للمسمى بتاعها حتى انطلق السبت السبت مباراة الكودفور مع هينيا بيساو الدولة المنظمة كودفور ثم منتخب مصر يبدأ يوم الحد إن شاء الله تعالى سبعة مساء مباراة المنتخب المصري مع موزنبيق أعتقد بداية مهمة هسمعك التقرير الصوتي عن مصر وعلاقتها بالكان وبعد كده ننكلم يعني لما تشوف أستاذ إبراهيم مكانة مصر الكروية في هذا التاريخ العريض عشر أرقام قياسية لمصر وأرقام فردية حدث ولا حرج لنجوم كبار جدا محدش عارف يجيب أرقامهم لحد النهاردة تزعل تزعل تشوف المدرجات أبيض وسود المدرج عامل إزاي مفيش مكان القدم مدرجات أثمان كنا بروح نقعد على الزلط والأثمان وكنا بروح ونبقى فرحانين واللي كان بيلاقي تذكرة ويمسك في الصور والسلك الشائق في وشه وبيبقى مصوت يعني قد كده كان الشغف بكرة القدم وكانت الدنيا حلوة محدش يفهمني إن ده مش ممكن نسترده تاني بيشيء من الإرادة نقدر نوصل كلنا اللي إحنا عايزينه ونخلي الدوري بتاعنا كما ينبغي سيبك وإنك تجيب أحلى إنك تجيب نجوم العالم كله يشاركك في الفرج عليها لكن ده ما يمنعش إن أنت يبقى عندك كرة قوية جدا ناس تعمل حسابها ما هو المغرب وفي أنديه عمال بلاد عمال الرأس الأخضر حد يسدق التطور اللي بيحصل فيه في كرة القدم عايزين عايزين نرجع إلى الشكل الطبيعي ومسألة بتدريج ليه هاتها مرة واحدة كده ونشيل المسؤولية كلنا مع بعض والله يعني هعتقد إن عودة الجميلة هتكون البداية النجحة طيب أنا ليه بقول لكم الهو الكان في قبضة ملوك الزمان لأنه الحقيقة مصر في هذه البطولة هي الملك المتوج بجد أولا مصر صاحبة الريادة وعلى فكرة أحيانا الناس كتيرة بتستخدم الكلمة غلط ويقول لك عايزين نسترد الريادة الريادة لا تسترد ولا تهدر أيضا الرائد معناها اللي سبق عمل كذا أول واحد فأنت أول حد نظمت البطولة أول حد كسبت البطولة أول حد ساهمت في إنشاء الاتحاد الأفريقي عملت كل هذه الإنجازات الفردية فأنت البيونير أنت الرائد فالريادة دي لا تفقد عشان نسترد لا أما تستخدمها في مجال الصدارة الصدارة والقيادة والجدارة دي متغيرة لكن الريادة مصرية في كاس الأمم الأفريقية دي بطولة صنعت في مصر على فكرة الكاس الأولى لها تصنعت في شارع الشواربي يعني الاتحاد الأفريقي أول ما عمل الكاس الأولى سنة 57 تصنعت هنا في شارع الشواربي فالبطولة مصرية كانت في الفترة دي في 57 جاية في خضم التوجه المصري لدعم الدول الأفريقية على الوحدة والتوحد والنضال ضد الاحتلال في القارة فكانت الفكرة مصرية والأهداف أيضا وطنية ثم الدعم كان من مصر للبطولة في الدورات الأولى لها وللاتحاد الأفريقي في نشأته على فكرة أول مدير فني لمنتخب مصر أول مدرب لمنتخب مصر في 57 كان الراحل مراد فاهمي والد المهندس مصطفى مراد فاهمي ده أول مدرب ومدير للمنتخب في النسخة الأولى من كسر الأمم الأفريقية فحتى النادي الأهلي عنده هذا الدور المؤثر في نشأة البطولة وانطلاقها وطبعا كان الجيل بتاع كابتن صالح سليم والمجموعة بتاعة الخمسينات اللي كان وقتها واخدت دوري ابتداء من سنة 48 هي النسبة الغالبة في المنتخب الوطن فأنت عندك دور مؤثر جداً لو قمته ونهرياته في البطولة النسخة اللي هتنطلق إن شاء الله تعالى أنتوا سمعتوا في التأرير الأرقام المصرية الرائعة جداً اللي كل الناس بتندهش لما عملوا مبارح فيديو ترويجي للبطولة للتحاد الأفريقي بدأ بالدول اللي خادت الكاس مرة واحدة فكانت مصر جنب عدد كبير من الدول ثم مين يرتفع العلم أكتر لصاحب الإنجازين فمصر تبقى مع عدد الدول ثم مع تلاتة فتبقى مع بعض الدول الأربعة تلاقيها مثلاً وصلت بعد كده إن معها الكاميرون ومعها غانا الدول التالية لمصر في عدد ثم يرتفع عالم مصر عالياً بسبع ألقاب سبع مرات مصر فازت فيها بكاس الأمم الأفريقية سبعة وخمسين وتسعة وخمسين وستة وتمانين وتمانية وتسعين ثم السلسية الرائعة اللي ما أعتقدش هتتكرر بسهولة مع كابتن حسن شحاتة ومعاه الجيل الزهبي من لعب منتخب مصر وكانت الأغلبية فيه من النادي الآلي الفين وستة والفين وتمانية والفين وعشرة كابتن أحمد حسن لعب 8 دورات متخيل متخيل الكابتن حسام حسن لعب مباراة وبعد 20 سنة لعب مباراة تانية لعب مباراة في نفس البطولة في نفس البطولة في الفصل الزمن لرقم قياسي 20 سنة يعني لعبتك عندها أرقام صعبة كسراها بمناسبة حسام حسن مباراة سمعت الكابتن شوبير قال حاجة جديدة ما حدش كان يعرفها لأن حسام حسن بداية ظهوره في الكان المهندس عادة بيتكلم عليها كان في 86 البطولة اللي اتنظمت هنا فكابتن شوبير قال مين اللي دخل حسام حسن المنتخب في 86 لأنه كان أصغر حد قال لك الكابتن محمود الخطيب كابتن الخطيب كان واحد من نجوم البطولة فقال أنه فيضل يتكلم كتير قبل الاختيار لميستر سميس والكابتن أحمد رفعت كان أحمد رفعت مساعد مايكل سميس المدير الفني على اللعب المهاجم اللي في النادي الأهلي الصغير اللعب اللهم لعب مهم جدا وهيبقى إضافة كويس قوي فلما بصوا عليه كويس تم ضم حسام حسن للمنتخب الوطني في نسخة 86 في القاهرة يغيب حسام ويتقلق بعد كده ويشارك في 2006 طبعا في 98 مع الجهر في بوركينا توهج لكن كمان يلعب في بطولة 2006 آخر بطولة ليه فمن 86 ل2006 لأن أعزون جميع جميع في البطولة دي رقم قياسي للكابتن حسن حسن وخد بقى الألقاب الفردية للكابتن الجهر للكابتن رأفة عطية للكابتن الديبة كلها ألقاب وأرقاب مصرية كبيرة مهمة قوي في الكان لكذا أعتقد مستر ريف توريا المدير الفني للمنتخب مسافر أبت جان وهو محمل بقيمة منتخب بلد لها هذه القيمة وهذه العراقة في البطولة سبع ألقاب ويبحث عن الثامنة منتخب بيلعب في المجموعة الثانية هقول لحضراتكم مجموعات البطولة اللي هتبدأوا تتابعوها إن شاء الله ابتداء من الساعة عشر مساء السبت الكود ديفوار مع غينيا بيساو يوم للحد الثلاث مطشاط من الساعة أربعة هتشوف مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية ثم الساعة سبعة مصر وموزنبيق ثم العاشرة غانا والرأس الأخضر في مجموعة مصر بمناسبة موزنبيق اللي هنلعبها الساعة سبعة مساء يوم الحد في مستهل لقاءات المجموعة موزنبيق وشاحلوا علينا ثلاث مرات قابلناها في كل مرة بناخد البطولة أول مرة تيجي موزنبيق قدامنا كانت في بطولة 86 في القاهرة كسبنا موزنبيق كملنا للنهاية وخدنا البطولة وعت معنا موزنبيق كمان في بوركينا فاسوف 98 فكسبنا موزنبيق وكملنا وخدنا البطولة التالتة التابتة كانت في أنجولا 2010 قابلنا موزنبيق في المجموعة فكملنا وخدنا البطولة فالو عليه الكمال إن شاء الله تعالى المجموعات المجموعة الأولى فيها الكودفور ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو المجموعة التانية مصر وغانا والرأس الأخضر اللي هي الكاب فردي وموزنبيق المجموعة التالتة فيها السنغال والكاميرون وغينيا 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 والمجموعة الرابعة فيها الجزائر وبركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا في المجموعة الخامسة بتلعب تونس ومالي وجنوب أفريقيا وإنبيبيا يعني فيه مواجهة أهلوية شديدة في المجموعة دي يا جماعة دي مجموعة أهلوية بامتياز لأنه علي معلول بيقود طموحات تونس ضد مالي بقيادة أليو ديانج والاتنين هيواجه بيرستاو وجنوب أفريقيا فمواجهة سلسية يراقبها مرسل كولر من القاهرة المجموعة السادة فيها المغرب والكونغو الديمقراطية وزنبيا وتنزانيا ده المجموعة اللي كل مجموعة يصعد منها الأول والثاني إن شاء الله لكن دعونا نحش جهودنا لجعل هذه الدورة بمثابة احتفال عظيم بالمنتخب الوطني وروي فتوريا ترير صوتي مهم يستعرض هذه البطولة وكل تفصيلاتها نشوف يعني الجوائز يا جماعة حاجة مهمة طبعا طبعا وخلي بالك البطولات دي هتبتدي تتعظم جوائزها لأن مصادر الدخل كمان بتطور يعني طيب انتو شفتوا في سياق تطور البطولة من 57 لجاة لما وصلت لما وصلت دلوقتي برضو لأن المسابقة المنتخبات الأفريقية بدأت بتضم نجوم متقلقين على مستوى العالم في الأندية الكبيرة جدا عشان كده كان لازم أن الجوائز بتاعتها ترتقي لهذا المستوى أن الكافي يحدد أنه البطل حياخد 7 مليون دولار والوصيف حياخد 4 مليون دولار وال المنتخبات المشاركة أيضا يبقى لها دعم من الكاف على هذه المشاركة دي مسألة مهمة جدا 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 لزيادة الحوافز المالية في بطولة فيها هذا العدد الكبير من اللاعبين القيد في البطولة يمكن قبل السفر كان منتخب مصر مستر فيتوريا اضطر أنه يعمل تعديلين شال أحمد نبيل كوكا للإصابة وحط مهند لاشين واستبعد أيضا أسامة جلال المدافع وأضاف ياسر إبراهيم طب هل المسألة لو أي لعب في أي منتخب أصيب عنده فرصة هو مبدئيا كل منتخب مسجل 23 لاعب دول اللي حيسمح بتواجدهم في الملعب وفي أربعة يمكن لكل منتخب إضافة أربعة معاه على حسابه يعني تكلفة إقامتهم على حساب دولته يستعام بيهم كأنهم موجودين في الثلاثة وعشرين يبدل فيهم لوحطا في الثلاثة وعشرين دحقوا كأنهم موجودين معاه لكن بر السبعة وعشرين قبل أول مباراة باربعة وعشرين ساعة انسى يعني منتخب مصر لا قدر الله هو هيلعب يوم الحد لو يوم السبت السبت حد عنده إصابة وقدم تقرير طبي مقنع ويوافق عليه من اللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي يتبدل لكن ما حصلش مدام بدأت البطولة فاللعب المصاب أيا كانت إصابته وما فيش حد من حقه التبديل مكانه دي شروط الخيد فيها طبعا التوقعات زي ما حضراتكم عارفين إن بتروح في سكة كتيرة جدا في شبكة قبتة المتخصصة في الإحصائيات نشر التقرير عن أبرز الأمور المتوقعة في نسخة هذه البطولة حسب الكمبيوتر قالك فيه الكمبيوتر الخارق دخلوله بيانات ومعلومات وقالوله قول لنا بقى مين حياخد النسخة دي قال لهم مين السنغال حامل اللقب بسادي ومانية طب مصر إيه النظام قال لهم لا مصر في الترتيب الخامس الفرصة الخامسة للفوز بالبطولة لمصر طبعا كذب الكمبيوتر وإن صدق لأنه أنت في الأول وفي الآخر مصر في 98 كابتن الجوار اللي أرحمه قال إن أنا راح أكسب المركز التلاتاشر ولو كان فيه كمبيوتر وقتها أكيد ما كانش هيقول منتخب مصر منتخب مصر أدهش الدنيا كلها ورجع بكاس البطولة فأنت يعني دي مجرد داتا تم إدخالها للحاسوب وبالتالي أقول لكم النتائج كانت إيه؟ توقع إنه السنغال حيحافظ على اللقب خد النسبة الأعلى خد 12.8% من احتمالية التتويج منتخب مصر زي ما قلت لكم جيل خامس بـ 8.5% يعني السنغال 12.8% مصر 8.5% فقط السنغال طب مين اللي هيلعب معها فاينل؟ قال لهم الكودفور هتبقى بـ 12.1% يعني بينها وبين السنغال 7.10% طب والمغرب يا عام اللي مكسرة الدنيا في كاس العالم دي رابع العالم قال لهم لا نسبتها 11.1% فقط وكانت الجزائر صحبة الفرصة الرابعة بـ 7.10% طب منتخب مصر هيعمل إيه في المسار؟ قال لهم لا مصر ضمن صدرة المجموعة بنسبة 47.12% 47.12% فرصة مصر في السعود أول المجموعة بتاعتها طب وغانا دا معاها غانا قال لك لا غانا نسبتها 32.1% يعني مصر 47 تتصدر المجموعة غانا 32 بس مصر توصل لدور 16 بعد كده نسبتها 88% الله يطمنك توصل لربع النهائي نسبتها 53.9% دا بيستدرجنا يعني نصف النهائي نسبتنا 29.6% وهنا وقف أخرج كده نزل بقى لف وارجح دا التقرير المتوقع ان منتخب مصر يصل للنهائي نسبته فقط 16% وهي تقريبا ضعف النسبة اللي بتشير لاحتمالية فوز اللقم دا الكمبيوتر الواقع عندك ايه مفيش واقعة سبب الكلام دا كل انت ساعك لبتنطلخ البطولة بتفاجأ هو كاس العالم اللي فات دا هاتلي رهنات يعني دخارة بيط المرهنين مفيش مباراة مكانش فيها مفاجأة لأ مفيش حاجة في البطولات بتاعة كاس العالم كاس الأم مش عارف ايه اه فيه موشارات بتقول لك ان فيه فرق قوتها بتقول كده لكن دي مش توقعات اي طيب مدومنا ذكرنا التاريخ والريادة المصرية لازم نقول لكم سنة 57 مين اللي كان بيلعب مين اللي كان واقف مكان الشناوي ومين اللي كان قاعد على الكورسي بتاع روي فيتوريا كان مدرب منتخب مصر الراحل مراد فاهمي في 57 في حراسة المرمة اولا التشكيل بتاع اول بطولة اول مباراة اتلعبت علي بكر في حراسة المرمة نور الدالي وعبد الوهاب سليم وحمزة عبد المولة ورقفة عطية وحلمة بولمعاطي سيد البحر درويش ورفعة الفنجيلي ومحمد دياب العطار والديبة وحسن آدم وعوض عبد الرحمن ده التشكيل الأول لأول فريق دي كان في 1957 مين فيهم من الأهلي ومين من الأندية التانية ومين بقيت التفاصيل وإن اللي حصل في 57 كلام الحقيقة كتير جدا وعلى فكرة اللي ملوش ماضي ملوش لحاضر ولا يقدر يستشرف مستقبل الناس دي كلها يا جماعة لها التحية ولها الدعاء بالرحمة أعتقد يمكن آخر حد كان توفاء الله من هذا الجيل الكابتن ديبة قبل سنوات قريبة لكن هو ده كان منتخب مصر في 57 اللي حط اللبنة الأولى عمل إنجازات بعد كده كتير جدا والكرة المصرية كان لها هذا الحضور القوي في الكام هنرجع من الفاصل علشان نشوف كتير من التفاصيل على هذه الرياضة المصرية بعد الفاصل أهلا بحضر لكم من جديد برضو الحفظ القيمة للراحلين عنا من أساطير الكرة المصرية القدامة وأصحاب الظهور الأول في المنتخب الوطني في 57 كان في حراسة المرمى علي بكر من الزمالك وبرازكوس من القناة ده رجل يولاني بس واضح كان معاه الجنسية المصرية عبد الجليل حميدة حارس الأهلي يعني ممكن نقف هنا شوية شفتوا مصر كانت عاملة ازاي براسكوس اليوناني احترف في مصر وخد الجنسية ولعب اسم المنتخب كان في خط الدفاع مسعد داود من الأولمبي السيد العربي من الترام عبد الوهاب سليم من الآلي محمد الزنجيري من الاتحاد السكندري طارق سليم من الآلي حنف بسطان من الزمالك رأفة تعطية من الاتحاد السكندري وكان في نص الملعب عبدالقادر سيد من الترام وابراهيم توفيق من طنطة ومحمد سمير قض من الزمالك رفعة الفناجيل من الآلي ونور الدالي من الزمالك وكان في خط الهجوم حمد عفتاح من الترسانة علال حمولي من الزمالك محمد دياب العطار من الاتحاد وعوض عبد الرحمن من الإسماعيلي وداود سليمان من الآلي وحمزة عبد المولى من الترسانة وحسن آدم من الاتحاد السكندري وحلم أبو المعاطي من الآلي على فكرة كابتن صالح ظهر في تسعة وخمسين كابتن صالح سليم ظهر في نسخة تسعة وخمسين طبعا شفنا إحنا استعراض لكل الأرقام القياسية المصرية لكن الحقيقة إذا كان الكمبيوتر توقع أن مصر الفرصتها الخامس في فوز بكاس الأمم إنما الكاف في تقرير ثاني قال لك خدوا بالكم العشرة دول العشرة المبشرين بالتقلق في أبي جيان منهم محمد صلاح طبعا حط سادي ومانيه مع السنغال وسنه 31 سنة المحترف حاليا في الدوري السعودي فينسنت أبو بكر مع الكاميرون برضو 31 سنة سيرو جيراسي من غينيا 27 سنة سباستيان هالر من الكود فوار 29 سنة محمد أمين عمورة من الجزائر وسنه 23 سنة فيكتور أسمين النيجيري 25 سنة وخد الجايزة الأخيرة عز الدين أونحي المغربي وشاب عنده 23 سنة محمد قدوسي غانا 23 سنة لعب واستهام محمد صلاح نجمنا العلام الكبير صاحب الواحد وثلاثين سنة واجناح ليفربول الكبير بيتر شالو ليل النميبي ثلاثين سنة وده طبعا اللي بيدعم صفوف سانداونز ده مع منتخب ناميبيا دي 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 رجبة واحد من أهم أو ربما كان هو النجم الأهم في تاريخ كودفار مستضيفة البطولة قال لك كودفار فخورة باستضافة أهم حدث في القارة بقول لك ده منديال الأفريق بجد قال دي رجبة على الرغم أنني لم أتوق باللقب القاري إلا أنها أفضل منافسة لجميع الأفرق ألهمني روجي ميلا وجوجي سيلي ويوسف فوفانا والعديد من اللاعبين الآخرين قال دي رجبة تم اكتشاف أساطرنا في هذه المنافسة وعلى سبيل المثال لوران بوكو وآخرين بالنسبة لنا هو الاحتفال بعرص كرة القدم في أفريقيا طبعا كلكم عارفين دي رجبة ومسيرته الكبيرة مع كرة القدم تعرف دي رجبة ده من اللي نكد عليه وما خلهوش ياخد ولا لقب هذا الجيل الزهبي لمصر وعصام الحضري كان له بالمرصاد عمل معجزات أمامه صحية المفاجأة بقى معرفش بقى ده خبس من جمال بالماضي آه طبعا ولا قالك فرقتي الجزائر مش مرشحة للقب انت بدتوا ليه قالك آه لأ شغل الجهري صحيح كده قلب على الجهري بجد يعني قال جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري انه فز منتخب الجزائر باللقب مستبعد وحاول طبعا تخفيف الضغط على لعيبته وقال انه منتخب بلده مش أفضل حالة ومش في بين المرشحين وما تنتظروش مني حاجة وقال انه منتخبات زي كود فوار البلد المستضيف ومصر زقها علينا بقى ومصر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا دون اللي هم حينفسوا على اللقب لكن أنا لا آه قال انه نحن طبعا بيقول الكلام ده بيغمز اللي لعبته ايوه قال انه نحن هندخل المنافسة دي ببط بقولك ده يعني ببط اه ايوه على ما يمصل صحيح قال لك ولكن بسابت وبكثير من اليقين عندنا يقين انه نعمل حاجة بس بيخب علينا قال انه نحن بنتذكر اقصاءنا من الدور الاول في النسخة الاخيرة وفشلنا في التقاهل لكأس العالم عشرين اتنين وعشرين فاكرين طبعا البرتغالي بيسيرو مدرب الاهل السابق هو دلوقتي مدرب نصور نيجيريا في البطولة ده غير جمال بالماضي وغير السقافة العربية بتاعتنا بتاعت الكابتن وجاري اللي بينايم الحجر علشان يوم يتحرك براحته بيسيرو قال لك ان انا نيجيريا عندها كامل الامكانات لغزو القرى من جديد وقال حنكافح من اجل الفوز بكس الأمم حتى لو كان الامر مش سهل اكد انه مجموعة نيجيريا مش سهلة لانه حتواجه الكود دوفور صاحبة الارض اللي عندها منتخب جيد جدا لهذه النسخة وقال ان انا وصلت غينيا الاسوائية الى ربع نهاية كاس أمم أفريقيا الاخيرة قال نيجيريا تملك في صفوفها أليكس ييوبي وفيكتور أسيمين ودول من العناصر اللي ممكن يوصلونا لأمدة بعيد على فكرة توقع ان منتخب مصر يكون له حضور قوي في البطولة مبارح منتخب جنبية تعرض لحادث كان ممكن فعلا يعمل مأساه وكارثة في البطولة منتخب جنبية مدربه تم سانتيفيت قال لك تعرضنا لأزمة شديدة جدا خلال رحلة الطيران من جنبية راحين كودفوار ايه اللي حصل قال لك كنا عددنا كبير جوة الطيارة الصغيرة فأثناء التوجه حصل اختناق داخل الطيارة وقال المدرب في تصريحات للبي بي سي كنا من الممكن ان نموت في لحظة خلال رحلة السفر قال ان طاقم الطيارة قال لنا انه في مشكلة في تكييف الهواء قبل اقلعنا لكن الامر حيكون على ما يرم لما نطلع فوق طلعوا فوق ملقوش اكسجين فجأة في الطيارة الصغيرة والعدد كبير حصل اختناق عدد كبير من اللعيبة والأعضاء الجهاز جات لهم حالة اغماء قال بعد بضع دقائق كان الجو حر جدا جوا الطيارة نمنى جميعا بسبب نقص الاكسجين اغماء قال لم نتمكن من ايقاظ بعض اللاعبين كان فيه صعوبة واختناق الطيار لاحظ ده وحالة من الهلع والفزع اضطر اقتاق من الطيارة انه يرجع يهبط تاني يبدو انها تحديثة شوف رئيسي اللي اتحد بيقول ايه بعد كده وقال مدرب جنبي اصيب الناس بالصداع لو استمرت الرحلة 30 دقيقة بس كنا فقدنا الفريق بالكامل هول برضو المدرب ده ده هو بيسبب لا استاذ شوف الرجل الرجل رئيسي اللي اتحد يقول لك ايه قال لك الغريب في الامر ان اقناعة الاكسجين اللي بتدهالنا في الطيارة عشان نلبسها للاجراءات الوقاية اشتغلناها ما جابتش حاجة خالص حتى فيه ناس جات تشدها ما لقيتهاش موجودة قال من الجايد ان الطيار ادرك انه فيه مشكلة كبيرة جدا وان احنا البعث على وشق الموت فلف ورجع ونزل تاني قال طيب رئيس الاتحاد بقى كباباجو قال لك لم اشعر بذلك فقط ابدا ابدا لم يتم اثبات ذلك يعني سريريا او علميا او طبيا قال لك مجد ليش شاب ولا نزل قال لك هذه الملاحظات وتصورات فردية عنا عايز يقول له دي تهائيوات منك انت يا كوتش لكن لم يكن هناك اي شي من هذا القبيل كنت جالسا تقريبا بجوار المدرب هلا الله الله قال لي انت كنت دهد انا كنت قعد جنبه ده مفيش حاجة مندي حصل قال لك انا مشوفتش اي حد ينهار ولا حد يوكم عليه لانني اعلم ان الناس عندما تقلع الطائرة بيناموا قال لك دول ناموا طبيعي يعني وقال رئيس الاتحاد كان بعض الناس نيمين لكن هبطنا بسلام لم يكن هناك حادث واحد نزلنا جميعا وعدنا للمحطة طيب ليه نجعي ما هو برضو رئيس الاتحاد خدوا بالكم المسألة لها سابقة شوية رئيس الاتحاد واكل على اللعيبة الفلوس في جنبي اللعيبة كل واحد له 15 الف دولار المدرب حاب يعمل تمرينة يوم الأربع يودع بها جماهير جنبي ويحفز اللعيبة انزل يا عم اللعيبة لبست وفي قط اللبس قالوا له مش هنخرج من قط اللبس اللي نلعب إلا ما ناخد فلوسنا كلموا رئيس الاتحاد قال لك لا دلوقت ما ينفعش المدرب بقى في أزمة ده التمرينة الجماهيرية اللي حاشد فيها الجماهير والجماهير مالية المدرج علشان يشجعوا اللعيبة قبل السفر رئيس الاتحاد حط المدرب في أزمة طلع المدرب بيقول للجماهير اهتفوا للعيبة واحد واحد عشان يخرجوا من قط اللبس اللعيبة قالت لك ولا والنبي لو عملوا ايه فضلت اللعيبة في قط اللبس والمدرب في الملعب ورئيس الاتحاد مش قادر ينزلهم فالمدرب بعد وقت اضطر انه يلغى التمرين لغى التمرين الجماهيري اللي كان عايز يحفز فيه فرقته لعبته فواضح انه رئيس الاتحاد بينه من المدرب والمدرب واللعيبة الامور ليست على ما يرام عشان كده واحد قال قصة خالص وقال لك كنا هنموت والطيار اللي نفت ورجعت والتاني قال لك وقال لك الناس نايم عادي والاتنين بيتكلموا للبي بي سي يعني المفترض انه فيه جدية شوية في التصريحات انت مع الكمبيوتر ولا ضد الكمبيوتر لا مش مع اصلا الكمبيوتر في الاخر اللي بتدهوله هو هو الكمبيوتر مين اللي بتحكم في الكمبيوتر الداتة اللي بتخشله على ضوء اللي انت بتغذيه بيها بتطلع النتائج فما مالوش رأي يعني مالوش رأي بمناسبة المنتخب الوطني انا قلت انه كابتن الخطيب كان بازل مجهود مع سميس والمساعد في واقعة 86 لضم حسن حسن على حد رواية كابتن شوير على فكرة كان المساعد المباشر مع مايكل سميس كان الله يرحمه كابتن شحتة بس احمد رفعت كان مدرب معاه يعني الاتنين كانوا موجودين لكنه المدرب المساعد المباشر لمايكل سميس كان شحتة الاسماعيل طبعا واحد من اساطير الكرة الاسماعيلوية الكبار ده حفظا للحقوق يعني لانه شحتة كان الله يرحمه قبل الكابتن احمد رفعت ده كل ما في الكان تفتكر ري فيتوريا في الخانة دي ولا دي هو جمال بالماضي ولا بيسيره فيتوريا لا ولا حكون ده ولا حكون ده فيتوريا اعتقد مش هيتكلم كتير انما هيحاول يقولك ان امتلك لعيبة جيدين وانا اصخ في فرقتي وكلام كده لكن مش هتكلم على حزوز هتصور معرفتي بشخصيته هو اتكلم امبارح او امبارح قادة تمرين والنهاردة كمان المنتخب اتمرن الحمد لله الحالة كويسة جدا كل التفاصيل من ابي جان انه التنظيم هايل الامكانات عالية جدا كده فور رصد امكانيات كبيرة للتنظيم منتخب مصر بيقيم في فندق بينه وبين ملعب المباراة اللي هيلعب فيها تقريبا 200-300 متر يعني مش هيحتاج يركب عربية يروح الاستاد يوم الحد ممكن يتمشاها لكن هو فندق الاقامة بعيد شوية عن ملعب التدريب اللي بيتدرب فيها يوميا فيه احساس بنسبة رطوبة عالية لدرجة الحرارة شوية عالية لكن الرطوبة اعلى لكن ان شاء الله وجود المنتخب في ابيتجان بدر شوية انتوا عارفين عنده اربع تدريبات يعني اربع حصص تدريبية كافين بالتأقلم على هذا التقس وكمان اقامة المباراة سبعة مساء تكون الظروف اهدى شوية ان شاء الله تعالى الاهل منه تمن لعيبة في المنتخب كانوا سبعة بقم تمانية وما تسألونيش ليه يمكن عمر كبال عبد الواحد يبقى اللاعب التامن الاهلاوي في قيمة المنتخب والدكتور وليد دعبس زي ما الزملاء في الاعداد بيقولوا الراجل في مداخلة له مع الكابتن احمد مع الزميل محمد شبانة شكر كتير النادي الاهلي اشاد كتير بالتعاون مع كابتن محمود الخطيب وبالتواصل مع المهند سعاد للقيعي وقال ان العلاقة بين الناديين على افضل ما يكون لا وانا قلتلك يعني هو يعني من الاول كان فيه انا وهو كابتن الخطيب المثلث ده كان في كل وكل ما تتعقد المور يرجع المثلث ده يتعامل يتعامل تاني ولكن في النص فيه مجهود ضخم جدا وتفاصيل ضخم جدا وكلام مع لعيبة وكلام مع مدربين وكلام لمحاولة خلق سيناريوهات ناجحة كان الحقيقة هيسم عرابي وامير توفيق عملوا ضر جايد جدا نرجو ان تتم الاجراءات غدا لانها طبعا انت بتتكلم على ثلاث لعيبة اربع لعيبة وناديين يعني بإذن الله الاجراءات كلها ماشية في سكتها اربع لعيبة تقصد لاعب قصاد اعارة ثلاثة تقصد مش اعارة اربعة لا ثلاث لعيبة اعارات من الناشئين وعمر طبعا يروح النادي الاقلي دلوقتي اه مش ما نستناش للصيف اه فانا تمنى بإذن الله ان الامور تمشي بهذه السلاسة خروج الدكتور وليدي اللي كان وعيدنا طبعا لو لا المشكلة التقنية اه ان يكون معنا في الاتصالات اه لكن خروجه وكلامه بيقول ان الدنيا ماشية منا معك على الهوى اي يعني احنا احنا شغلين لحد قبل الهوى بنصر ساعة اي التطورات دي كلها بتحصلوا احنا على الهوى اي جيبية كويسة فو طلع الراجل اتكلم يعني اه عشان بالعلاقة وبالاجراءات اللي كانش ما كانش عيتكلم اللي اذا كانش ها في الدنيا مش خلاص يعني اه اه فبإذن الله يبقى الامور كده عشان ايه اللي بالصفحة وشوف غيره ايه هعديها هعديها زي من راجل رئيس الاتحاد عدى للمدر بتاعك قصة امو العربي دي اللي اتحكت طيب الحقيقة يا جماعة ثقافة الاهلي مختلفة واللعب اللي بيتشرب وبيستوعد مكونات شخصية لعب النادي الاهلي هو ده اللي انت تراهن عليه واللعب اللي لا يكتسب هذه السمات ما تنتظرش منه حاجة كبيرة لانه هي بقى زي وزي اي مكان تاني عشان كده كان لازم ان نقول للابن الاصيل شكرا شكرا لكل لاعب اصيل في النادي الاهلي بيتمر فيه كلام النادي الاهلي وبيقدر يستوعب قيمة النادي الاهلي وسمات شخصية لاعب النادي الاهلي واحد من دول اللي لازم ان نحييهم ولازم ان ندعمهم ولازم ان نقف جنبهم ولازم نقول لبقيت زمايلهم هو ده النموذج اللي مطلوب في النادي الاهلي لعب الصغير سنا الكبير في نطجه أحمد نبيل كوكا وكوكا دي على حسب طلبه هو لأنه هو قال الكابتن شوبير في لقاءه معاه مش كوكا مش كوكا وملهاش علاقة بالمشروب لا هي قالك والدي كان في البساتين في منطقة البساتين في جنوب القاهرة بيلعب كورة كان معاه لعيب كورة قديم صاحبه اسمه كوكا فقالك لما تولدت وكنت بحب ألعب كورة والدي تيمن إن أنا أكون زي كوكا فسمها كوكا من صغره ففضل اسمه كوكا بالنطق ده بتاعها أحمد نبيل كوكا لعب الأهل اللي الظروف حرمته لنتيجة الإصابة أن يكون في أبجان مع المنتخب الوطني الحقيقة تكلم على قيمة الأهلي وعلى توقيعه على بياض للأهلي الثقافة دي لازم أن نحافظ عليها والنوعية دي من اللعيبة لمصلحة الأهلي لازم أن ندعمهم ونقف جنبهم باستمرار ده النموذج للاعب النادي الأهلي نسمعه تقرأ وتعترف أن إمام عشور خطف الأضواء من كل اللي عبت الأهلي بقى رقم واحدة عند الجمهور؟ آآ لا لا فريق الأهلي رقم واحدة عند الجمهور فريق الأهلي هو اللي رقم واحدة عند الجمهور حلو جاب عجبتني تقرأ وتعترف أن لولا حب كولر ليك عمرك ما كنت هتلعب أساسي؟ نعم ما فيش مدرب كسك بيحب ويقرأ في الواقف الأخر المدرب بيلعب اللي هيكسبه آآ أكيد ده دور المدرب بيحبك ومعجب بإمكاناتك والكلام ده لكن في الواقف الأخر المدرب بيلعب اللي هيكسبه وعفيد الفرق أكبر مفاجأة فاجأك بها كولر كسر على كسر على تقرأ وتعترف أنك عندك استعداد تلعب لزمالك أو لأي فريق كبير غير زمالك لو الأهلي قرر استغناء عنك؟ آآ صعب لسه أكبر أكلمك في والدي والمهودة والعيلة فأصاب صعب بالنسبة للي تقرأ وتعترف أنك بتخطط للإحتراف في أوروبا في أعرب فرصة؟ أكيد لكن لسه لما أعمل حاجة مع النادي والحاجة التانية يكون النادي موافق على ده آآ النادي هيستفاد من احتراف كقمش النادي رافض وأنا لسه ما عملتش حاجة مع النادي لأننا لسه في بداية حاجة أنا لسه عملتش حاجة انتها لسه أعملتش حاجة في الغرف الأخر، إذا زي ما قلت لك، يعني أنا نزل حاجات الفترة الأخيرة أن أنا كذا كذا والأهل كذا كذا اللي هو إيه؟ ما أنا مش عارف كذا كذا ده أني أنا، اللي بس كلمتني في النادي، أنا لسه ما مفيش أي حاجة ما فيش حد بيتكلم معي ولا في أي حاجة، لكن في الغرف الأخر، النهاي دائمًا أنت بتمضع على بيوات وهو تقديره المدين لك بمئة في المائة ومتأكد أنك هتمضع على بيوات في التجديد اللي جاء؟ مئة في المائة مئة في المائة مخالات 99%؟ لا والله 100% هو النادي في الموضوع ده بيشوف انت تستهل ايه وبيقدر هو انتو تربيتكو في النادي من صغروق وفرقت معاكو اول الدرجات دي كلكم بتروها تمضوا على بيض احنا مدعودين على كده احنا شوفنا السيستم ده وفي الوقت في الاخر انت بتشوف ان انت تتقدر فخلاص بتتقدر يعني النادي بيقدرها اكيد طبعا اللي عجبني في نبيلكوكا مش بس رصانة الحديث بتاعه ويعني ارتباطه بالاهلي وتشربه لثقافة الاهلي على هذا المستوى لكن عجبني انه في السن دي الهدوء اللي طالع بيه يا ابراهيم والنطج اللي محدش خد باله الراجل ده بيستوي ازاي وامتا انت تكتلش في النكوكا ده بقاله ممكن تالت او رابع سنة متصعب وابتدى بكلفت واخد 11 بطولة مع الاهلي وبعدين الناس فاكر انه واخد بطولة 32 ده 11 بطولة وهو لسه تحت سن وفاته رقم قياس انه كان حيبقى اصغر لعيب في المنتخب اي يعني محدش منتبه له يعني مش مفرع وانتهد خلي بالكم الفلان الفلاني هكذا يولد النجم الذي يستمر ايوه بإذن الله ايوه انما فيه نجوم زال فلاش ينور مرة واحدة بس يطفل بسرعة مش عايزين احنا النجوم الطموح واللعب اللي عنده الشخصية دي كل ناشق صغير في سن كوكة او اصغر منه او جاي يبقى عارف انه فرصتك انت اللي هتخلقها وتمسك المدرب بيك هيكون عن طريقك انت بشخصيتك انت وبالتزامك انت بس كمان سر من اسرار النجاح والتميز بر الولدين دعوة الولدين دي لا ترد احمد نبيل كوكة كلم الكابتن شوير عن علاقته بوالديه دي كمان رسالة انسانية مهمة للعبتنا والدي والدتي اي حاجة انا فيها يعني ربنا حطيتني سبب عشانهم يعني انا والله انا بشوف نفس ان انا مستهدش اي حاجة يعني غير ان ربنا حطيتني سبب ان انا سعدهم الولد كان بلعب كرة ولا والدي لايب في الترسانة شوية ولايب في الدخلية والله ترسانة زمانة حطيت احوك مدير اعمالك ولا لا بص هم دايريني كل حاجة يعني انا اول ما طلعت في النشئين جالي كذا اعرى انا والدي بيدير لي كل حاجة رفض رفض بص يا كابتن اي حاجة سبحان الله والله اي حاجة بيقولها بتحصل ياه طب ايه اهم حاجة اللي هلك حصلت انا مسلا استهل فاتت انا بعتلي في سنوت انا مسايفه عندي مش مش بشيله خالص اه واضح ان انت مركز في الحاجات اه لا كل حاجة بحاول لسايفها وبرجع لها اتخانق معايا اخناها كبيرة ليه دا والد هو كان بيتوتر شوية الاول ان هو يجي التمرين فانا والدتي كان معايا في كل التمرين في رمضان بجد؟ اه والله كنا يعني انا والدتي في الرمضان كنا بنفتر في الشارع كنا يا نهارب يد كنا والله كنا فعلنا عما نصر بقى تاني كنت روح التمرين وانا صغير نخلص الازان يغزل نقف جنب اي عربي التمر ولا حاجة نفتر وعدين نروح بك تتكلم جد؟ اه تعبوا تعبوا معايا جد تعبوا عشان كده اقول لك هو ربنا حدتني سبب ان انا اسعيدهم عشان هما تعبوا معايا ووفروا لي كل حد هم مؤمنين بك او للدرجات يا كوكا؟ الحمد لله اه يعني يعني مؤمن بموهبتك عشان بس تكون اكثر دقة اه الحمد لله عشان كده انا كنت بقول لحضرتك هو رفض قال لي انت هتلعب في الاهل اه قال لي ازبر لعشان هو اهلاوي ولا عشان هو مؤمن بموهبتك اللي اتنين اللي اتنين الحمد لله هو اهلاوي عنيف للدرجات اه هو رفض بجد وحتى موضوع اللي قلت لحضرتك عاما جيت انا مش من نادي اهو اول مكالمة قال لي يا الله عن نادي يعني ما استناش ان انت تتراوح البيت لا 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 هو قال لي كذا كذا كلمنا وما هتعملش اي حاجة ما تمديش في اي حتة وهترجع الاهل وما نقشتوش اه حتى هو حتى المرتين اللي مضيت فيهم هو بيكون موجود على بياد على طول انت بتصدق في كل حد بتمدي على بياد مرتين انا وانا في الناشئين عملت عقد ولما طلعت بعد سنة جدت عادي في المرتين على بياد طب والتجديد اللي جاي على بياد بجد اه والله هو هو طالما موجود خلق يعني اي حاجة بنتكلم بيقول لي خلاص شوفوا جماعة وده اللي انا بقول لأي وليه امر لما بيرشح ابنه يلعب في الاهلي وبمجرد قبوله انت بتشوف وليه الامر على فكرة من فترة الاختبارات فيه اللي بيبقى قاعد وسايب ابنه لإرادة المدربين وفيه اللي بيبقى بيجري جنب ابنه رايح جاي على الخط وفيه اللي بيقعد يعلق مع المدربين ويتكلم مع اللي جنبه ويوجه اللعيب وفيه انت تشوف النموذة بتاع كوكا تشوف الندج والهدوء والرصانة دي جاي منين وهو بيتكلم على دور أسرته سواء والدته بقول لك والدتي كان بتجيبني النادي نخرج من النادي الأهل في مدينة نصر في رمضان المغرب بيقزل نفتر في الشارع ونروح أول دو ده دور الأسرة اللي مع كل خطوة ممكن الشيطان يلعب بدماغه أنا عايز أطلع عشان هلعب وهرجع قاعد هتاخد فرصتك ثقة أبوك في خدرته ثقته في رؤية النادي الأهل لأنه حيديله الفرصة دي وتذكر فيه لعيب هنا من 3 سنين ولا 4 سنين ذكرتلك اسم وقلتلك ده جاي بحاجة بتلاتين جون وجيت تاني اسبوع قلتلك أنا غلط إن أنا تكلمت عليه كان اسم وصالح لأ مش سيبك من اسم لقيت والدته بتكلمني عايزت تبتدي تشتكيلي من المدربين قلتلي انت لحقتي لمجرد ما ذكرت اسمه فينه دلوقتي مش مجود لكن كوكا ورا ناس بتقوله لأ أععد أععد دكة حديلك فرصتك واشتغل على نفسك مش عارف يجي التوقيع امضي وسيب النادي القالي يقدرك أنا أسخ في النادي القالي النهاردة كوكا فين في حتة منتخب مصر أصغر لعيب واحسن لعيب صعد بهدوء محدش حس بيه مش موهبة يعني فيها راغي من صغرها هكذا تكون الأمور فيه أب يدعمك ياخدك لفوق وفيه أب يدعمك يوقعك لإنه يدعمك غلط طيب إذا كان ده الابن الأصيل شكرا واضح جدا أنه تربية لأسر الرياضية مصرية عارفة قيمة الأهل كويس قوي وعارفة تحافظ على ابنها اللي ربنا يحفظه يا رب على فكرة نفس الموقف نفس الكلام ونفس الدور بتاع الأسرة مع كريم الدبيس ربنا يحفظه ويحفظ كل لعبتنا ورسالة للصغيرين قبل الكبار تمسك بفرصتك حافظ على نفسك حافظ على طموحك خليك خليك دايما مخلص لمدربك لأنك فعلا هو اللي حيوديك في المكان اللي أنت تستحقها إذا كان دا الابن الأصيل فالمشكلة عكسيا في اعترافات ما بعد التحول نسمع كتير على لعيبة كانت في النادي الأهلي ومشي تراحت أماكن تانية عندها فرصة أنها تلعب حقه زي ما أنت بتسيب لعب اللعب من حقه يسيبك المشكلة لما تروح نادي تاني تنقلب حتى على مشاعرك اللي أنت كنت بتقولها وعلى كل كلامك واعترافاتك وإخلاصك اللي أنت كنت بتقوله ملحدش كان بيقوله ويبقى الهدف باستمرار كسب ود النادي ده عشان فرصة عمل ويكون ده على حساب الأهلي أخلاقيا ده كلام قليل قوي وفي منهم اللي بيعترف يعني وليد صلاة عبل طيف طلع قال لك أنا لما قلت في قناة الزمالك على كابتن الخطيب أسطورة طلعوا عيني اضطرت أطلع أقول له مش أسطورة فبيعتذر يسيلي كابتن سيد عب حفيز قال لك كان مطلوب مني كده كانوا بيقولولي في الإيربيس كده والرجل بمنتهى الاحترام يعتذر للنادي الأهلي لرئيسه وليك سيد عب حفيز واحد من المتحولين بشكل واضح جدا على حساب الأهلي بالإساء له دايما محمد عبدالله اللي جيل للنادي الأهلي من الإسماعيلي لعب في الأهلي شوية وراح الزمالك دلوقتي الكلام كله عن الأهلي سالبي هسمعكم فيديو لمحمد عبدالله ومعاه عمر سماكة اللي نموذج مختلف عنه والكلام يخص المهندس عدلي نرجع له بعد ما نشوفه عدل القيع واحد من أهم إن لم يكن أهم طبعا من ما يسترس الصفقات المهندس عدل القيع مهندس الصفقات وزكاء وزكاء حاج سؤال بقى للتاريخ هل المهندس عدل القيع يا أولاد هو كان موجود معك وياميها طبعا وكن بعمل كل حاجة الفترة دي لسا لسا قبل ما خبش وادسا لسا نهول مئة ألف جناب سكة في حياتي كذن المهندس حبل لك عم شقيته يعني أقول لك الحاجة أنا قادت لها أنت حوالي في الإسماعيلي يعني هو أمري كل في الإسماعيلي أه ممسكتش تلاتين أربين ألف جنيه على بعض مثلا توتا المرة واحدة أه روحت للمهندس عدل القيع بس مصطعة أخدت مئة ألف جنيه في بيته في بيته لا هو كان يعني أساحر ساحر مقنع جدا ومؤسع جدا وطريد بقى يعني الأقناع طريق الإقناع يعني أنت عندك ناس بتحاولت إقناعك اللي يتروح للإسماعيلي لا الزمالك أنا يعني اللي هاخده في الزمالك دابلر على طول الضع أه كل حاجة ومحمد أكيد فهم بالكلام ده إنما إنما هو أقنعني إن أنا أخد الفلوس دي هو مضح على الفلوس دي ومشيت مبسوط مهم أنت سعب لك طبعا طبعا دي شطارة أيوة طبعا شطارة طبعا شطارة وإقناع والطايمينج بتاع الصفقة وإمتى بتحرك وإمتى تحس بالجدية الحاجات دي بتفرق لا وبيقول لك إيه وبيقناعك إزاي بالزبط بزبط تفرق معلقي تفرق معلقي بقول لك أنت أنا كواحد معهم كفاء أنا لم أحطط لي ضعف الفلوس في الزمالك بحاجة من نادي الزمالك بس يعني إقناعني ومشيت من عنده وأنا مبسوط وأنا عارف الرقم واتكلمنا في الرقم ودفعت 100 ألف جنيه من فلوسي كمان طيب الذاكرة أنا دفعت 100 ألف جنيه من فلوسي لنادي الترسام بص يا جماعة المهندس عدل القيعي في مهارات الإقناع والتفاوض يدرس يدرس بجد لأنه أولا هي دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى بس كمان يضاف إليها أنه عنده دي إن إيه الأهلاوي فعارف كويس أوي سمات اللاعب اللي يناسب الأهلي أو اللي ما يناسبش الأهلي تقديمه للنادي الأهلي لللاعب بيظهر له النادي الأهلي برونقه وقيمته عاملة إزاي ودي جزئية المهندس عدلي لما كان أمير توفيق بيتفاوض مع الفلسطيني وسام أبو علي قالوا يا أمير كلموا عن نادي الأهلي يا أمير بيير له النادي الأهلي لأنه طبعا فيه تفاصيل كتيرة للرجل الفلسطيني اللي عايش بره ده ممكن يجهلها فلما بدأ يكلموا عن نادي الأهلي رجع أمير كلموا من سعاد لقال له إيه ده باش ماندس ده الولد تحول تماما لما سمع الكلام هي دي المهارة وهي دي الشطارة اللي تكلم عليها عمر سماكة وحنجيله واللي تكلم عليها محمد عبد الله اللي الحقيقة من حقه يشتغل في الزمالك بس في كل جملة بيته قال تلقيه بيدخل بعكس ضد النادي الأهلي رغم أن النادي الأهلي ما عملوش حاجة خالص ده هو قال لك أنا أول مرة أمسك مئة ألف جنيه في إيه دي كانت من نادي الأهلي في بيت المهندس عدل القيعي إيه الحكاية طب تتالني يعني ملابسات التحول ده لا مليش دعب التحول بتحول ده يخصه لكن أنا أظن أن هو كابتن محمد عبد الله ما أسمعش منه أبدا غير السنة دي ما يشيء للنادي الأهلي أبدا في أي لحظة بالعكس ده إحنا إحنا روح نخدنا كابتن محمد عبد الله واللي سيغنا بتاعته من الإسماعيلية أنا والكابتن خطيب في الإسماعيل وتغدينه في مطاعم في الإسماعيلية مع مجلس الإسماعيلي آه مع مجلس إسماعيلي والديل كانت نتيجة تمسك كابتن آه محمد عبد الله الشديد بالنادي الأهلي هو ده اللي خلاها جاه وصفقة كانت كالعادة مربحة ماديا للإسماعيلي وخدوا من ضمنها لعيب بيلعب ليبرو كان اسمه محمود شيكو كان من أبرز المواهب الصعيدة كنا جابين من أوليه فأنت بتاخد احتياجاتك في مكان وهما بياخدوا احتياجاتهم في المكان اللي نسيبهم ومبلغ مالي أنا أما بسمعه دلوقتي مش حاسس نهو نفس الشخص نفس اللاعب اللي كان حماسه شديد جدا ويجي النادي الأهلي جدا وإنه كان سعيد في النادي الأهلي وخد بطولاته وخد يعني ممكن جدا طبعا أنه يختم حياته في نادي آخر يجد مشواره بعد ما يبطل في هذا النادي لكن استمتع بناديك الجديد لكن دون أن تسيلي نادي لم يفعل معك شيئا غير كل خير يعني هو بيقول لك أنه أول مئة ألف جنيش في تفحياتي من نادي الأهلي من نادي الأهلي يعني عدلي ما دفعه ملوش من جيبه يعني يعني ربنا طبعا يهدي ويوفق لكن هو تحول أنا ما عنديش تفسير له غير أن أنت اجتهدت وقلت عاجات لكن عمر سماكة أهيبا مثلا من الترسانة وده حقيقي عمر سماكة دي من أغرب القصص لأن الاستغناء طلع وستلى منادي الزمالك من الترسانة من الترسانة مقابل مليون وستمائة ألف جنيه ودفع الشيك وأنا قلت يا حسن فريد يا حسن اتا معاك الشيك وأنا معايا اللعيف اعمل هولد وفي الآخر علق الأمور عايش تصرفه انت حور بس عشان ما ترجعش تقول لي أنا كلمتك كلمتك قبل زمالك ما تكلمك واتفقنا فجأت أن انت طلعت للسيغناء كده وكان اللعيب موافع النادي الآل تعال أنا وأنت نسأل اللعيب شوف عمل ايه قال لي أنا ما أقدرش إن أنا تقول لي خد مليون وستمائة وزمالك وقل لي خد مليون وستمائة دفع مليون وستمائة طب وأنا بديك وطلع عشان إرادة اللعب فعبر سماك قال له حضرتك عايز كام فترى قاله زودني مئة ألف قاله حطفحنا أوه وهو لعب ظروفه على قد وقتها وحصل فعلا اعتذر لنادي الزمالك وانتهى الموضوع على كده يعني وتمسل عمر سماكة بالنادي الآهل لكن يا تحدث عمر سماكة رغم انه ملعبش كتير برضه في نادي الآلي تسمع هو بالعرفان ها تسمع هو ويتكلم على الآلي أه طبعا نسمع عمر سماكة في كلامه عن الآلي وحجم شعبيته عشان نقول لك في شاركات وفي حاجات عايضا نادي الآهلي بچا عايضا نادي الإسماعيلي انت هتقبر هتكبرني إ Angebرا انا نادي الإسماعيلي أنا إذا أقول لك علا حاجة الأن دير شعبية نادل أهلي نادل أهلي دي هيا أقدر النادل أهلي نادل أهلي الأهلي في فرق بينه ومقل القديم فلو هنرجع كانت المطالح المشتركة وطبيعي النادل أهلي يبقى فرق فلو هيا أهلي تفرنا أفريكا تفرنا دول العربية ستفرنا أوروبا التفرنا الأهلي معلش شعبية مش طبيعية تتجي فكرناه أي نادل أهلي في مصري فالطبيعي إن هو ياخد أي نادي في مصر أي نادي في مصر أي نادي في محترام لكون عندها نادي الأهلي ونادي زمالك دين كبار جدا ستقولت أي نادي في مصر فالزمالكو بتفرجوا دي لوقت نعم أقول لك لا نادي في مصر أنا الجدال دا ما هو جدال محسوم يعني لكن أحترم أحترم فكرة إن كابتن محمد عبدالله طبعا لعب سابق في النادي الإسماعيلي يراه هكذا يراه هكذا هو حور بس عمر سماكة بيقوله السوق مش بيتكلب على الإسماعيلي محوان عبدال بيتكلب على الزمالك يعني هو عايزي يقول لك لiz program ما بيخدش أدي الأهلي طبما الإسماعيلي أو التوبد أما دل عبل أقول لك فهو وأنت أنت لعب سابق في النادي إسماعيلي عمر سماكة قال لك طب هو زمالك بياخد أكثر من نادي إسماعيلي والآلي بياخد أكثر من نادي إسماعيلي هيا زي مسألة الشعبية دي مساة بس أنا عايز أقول لك حاجة أن الميستر مانو الجوسي كان من أكثر المقتنعين والمتمسكين بعمر سماك وقال لي اللعيب ده يستطيع أن يراهه طولي ويوصل للمرمى وعنده رؤية ويلعب مع زميله كان يتنبأ له بمستقبل باهر جدا الظروف ما خدمتهوش الظروف والصخافة والشخصية بتاعت اللعيب يقدر يعمل في نفسه وإيه وانتايزر فرصة زي وكده أمور كثيرة جدا لكن أنا اللي عايز أقوله أنت مش مطالب أنك تسيق لنادي عشان تبين إخلاصك لنادي أفضل يعني يا جماعة بجد هو أنتوا لسه الناس هتتكلم في الشعبية والرعاية المسايا المحسومة ومتقاسة أرقام والشركات الرعية اللي بتدفع لهذا النادي عشان عارفة حجم شعبيته حجم الشعبية جي نتيجة البطولات والبطولات جات نتيجة الشعبية يعني الاتنين مؤسرين في الضفاري أطبع على فاكرة الشعبية بطولات زاد أمور أخرى يعني عندما يكون النادي الأهلي مضر للزه والفخار وإن عظمة النادي الأهلي مش عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم ترجمة حرفية لا النادي الأهلي عنده من الأمور التاريخية اللي بتقول إن شعبته نمت ليه فكرة نشئته الوطنية فكرة معالينا لكن أنا اللي عايز أقوله وإحنا مش عايزين نخش جدل الشعبية ده كتير خلاص لإن ده ترجمة اللي حاسس إن عنده شعبية أكتر يترجم هذه الشعبية في لغة المصالح إحنا ما بنروح شي ننافس حد في الشعبية إحنا بناخد شعبيتنا نستثمرها كل واحد من حقه يعمل كده وكل واحد معترض يروح للشركة الرعية يقول لهم الديته الأهلي ليه كام ومدتوش النادي التاني أو التالت كام حيلاقي المسألة حتى لو كان القائمين على هذه الشركات زمال كوية مش أهلوية هم في النهاية ملتزمين بقاعدة الشعبية لخدمة مصالحهم الاقتصادية أنا بس برضو عازل الإخوة في الزمالك ينظروا الأمر اعتبر يعني مش موجود أنت بتاخد أكتر من إسماعيلي أكام مرة ليه ما بتقولش أنا والإسماعيلي ناخد ذبعه ليه الإسماعيلي ما بقولش أخد قد الزمالك ليه الاتحاد ما بقولش أخد قد الزمالك يا جماعة دي أمور صدقوني من العبس الشديد جدا أنك تلاقوا الكلام ده بيتناش للأسف في برامج دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا كل التوفي لمنتخبنا الوطني مسائل أحد قادم إن شاء الله ونلقاكم مسائل إثنين شكرا جزيلا لحضراتكم